بيبدأ مسلسلنا في مدينة بسيطة اسمها يا نبيع الكابريت وهنا بيقربوا مجموعة أطفال من عنده فندق مهجور وبيطلبوا من واحد معهم اسم توفر ان هو يبص من الباب لأنهم مفكرين ان فيه أشباح هنا فبيقرب توفر من الباب علشان يزبط لهم ان هو مش خايف وبيشوف فعلا شكل بنته جوا وبيفضل يسرخ ويطلعوا يجروا على طول لكن بتبقى البنت دي هي زوي اللي خوفها أخوها الصغير وايت فبتزعق الأم صار الوايت علشان دائما بيحاول يخوف أخته حتى القابل اللي اسمه بين بيقوم رايحل عند ابنه الكبير جريفن وبيقول له ما تعلمش وايت حاجات يخوف بيها أختك الصغيرة وبيبين جريفن ان هو متضايق لأنهم سابوا حياتهم في شيكاغ وفجأة وقرر ان هم يشتروا الفندق ده ويكملوا حياتهم فيه وبنفهم كمان ان بين كان بيحب ييجي هنا زمان علشان يستمتع بأجسط الصيف كل ده مبقاش عاجب جريفن اللي ساب أصحابه ومدرسته وكل حاجة وماشى مع أسرته لمدينة ينابيع الكابريت الغمضة وفي اليوم الثاني بيكون بيحاول يلعب مزيكة بالجتار لأنه مغرم بيه ونفسه ان هو يكون فنان كبير في يوم من الأيام لكن أمه صار بتدخل تقول له يلا بقى جاهز نفسك كده لأول يوم مدرسة علشان ما تتأخرش أنا متهيق لي هتكون مبسوط لما تتعرف على أصدقاء جداد في المدينة دي وبتعود توريه صورة أبوه بيل لما كان طفل هنا في الفندق وكسب كاس المواهب سنة 1990 يعني من 30 سنة بالزبط المهم جريفن بياخد بعضه وبيروح المدرسة ومن أولها كده باب الخزانة بيعلق معاه وبتساعده بنت مرحة اسمها هاربر علشان يفتحه بسهولة ومع أول حصة لجريفن بتطلب منه المدرسة يقوم يعرف عن نفسه لزميله فبيقول لهم أنا جريفن ولسه نائل للمدينة جديد هنا واشترينا الفندق علشان أبوه يجدده ونفتحه زي زمان وأول ما الأطفال والمدرسة بيسمعوا اسم الفندق بيتصدموا ويسألوه انت شفت سافانا فبنفهم ان سافانا دي بنت اختفت من 30 سنة في الفندق ده وفي فكرة منتشرة ان الشبح بتاعها لسه موجود جوه الفندق والكل بيخاف يروح لهناك طبعا بسبب ان جريفن هيعيش هناك الكل بيبقى عينه عليه وعايزين يعرف عنه أكتر فبيروح يقعد مع هاربر اللي لما بتعرف الموضوع هي كمان بيبقى عندها فضول جدا علشان تعرف اللي بيحصل جوه وبتبقى هاربر متأكدة ان ناس كتير شافوا سافانا قريب من الفندق ده وكلها مسألة وقت لحد ما جريفن وعالته هم كمان يشوفوه وأثناء ما كان جريفن مروح بيغبط بالعجلة بتاعته ويقع على الأرض في الغابة فبيلاقي هاربر هي كمان كانت مروحة وبتوقف تطمن عليه وباللاحظ ان هاربر مجنونة بموضوع الأشباح ده ونفسها تقابل سافانا في يوم من الأيام علشان تفهم سبب اختفاقها الغامض حتى وقتنا ده فبيحب جريفن حمسها وبيعرض عليها ان هو يخدها معاف جولة في الفندق من جوه يعني علشان تتفرج عليه كويس وبالفعل بيوصلوا للفندق وبيبدأ جريفن يقول قدام الأسرة كلها الكلام اللي عارفوا عن موضوع الأشباح اللي بتسكن في الفندق فبتزود هاربر وبتجيب سيرة سافانا وانها المفروض بتسكن الفندق ده بعد اختفاقها من 30 سنة وبتأكد كمان ان الزكرة السنوية اللي اختفاقها قربت في الفندق المهم بينزل جريفن مع أبول القوة علشان يصلحوا النور اللي قطع عليهم فجأة ولما بيسأل جريفن أبوه عن موضوع سافانا والأشباح بيرفض بين ان هو يتكلم عن أي موضوع من الحاجات دي وبيقول له انسى الكلام ده علشان ده حصل من سنين فاتت وخلاص عافى عليه الزمن وباللحظ ان بين مش عايز يتكلم في الموضوع ده أبدا وشكله كده نخب حاجة أما وايت وزوي فبيبقل الاتنين عندهم فضول كبير يعرفوا أكتر عن سافانا فبيقول لهاربر تفتح اللاب بتاع جريفن وتوريهم أخبار سافانا لكن بيلو فيديو الجريفن شغاله هو بيتدرب على الجيتار بطريقة كوميديية وبيفضلوا يضحكوا وهنا بيوصلوا بيحس بالأحراج لما يعرف فبيقوم ماخد هاربر وبينزلوا للقاب لأنه أخد باله من حاجة لما كان مع أبوه تحت وبيفضلوا يشيروا كم حاجة كده لحد ما يكتشفوا باب سري ما حد شافوا أبدا وبسبب فضولهم طبعا بيقرروا يدخلوا الباب ده اللي بيفتح على نفأ عملاق لحد ما يوصلوا لغرفة غمضة كده مليانة بالحاجات الأديمة والغريبة وهنا بيكتشفوا أن فيه باب كمان لما بيدخلوا يلاقوا فيه سلم بيطلع لفوق فبتطلع هاربر الأول وبتصرخ بمجرد خروجها فبيطلع جريفن وراها في الحال وبيعرف منها أن أول ما خرجت حاست أن فيه حاجة زي الكهرباء كده في دماغها مش عارفة ليه وقبل ما يقرروا يرجعوا بيتصدموا بسافانا بتجري قدامهم سافانا؟ إزاي سافانا موجودة هنا رغم أنها مفقودة من 30 سنة طبعا بيجروا وراها اللي اتنين في الوقت ده صارة كانت بتتكلم مع الأب بينه وتقوله أنت بعت كل حاجة ورانا وقدامنا وكمان سيبت الشغل بتاعك علشان تجيبنا لهنا عرفني بقى السبب بين بيأكد لها أن أسبابه كلها خاصة ومش هيقدر يقولها حاجة أما هاربر فبتكون مبهورة أنها شايفة سافانا وبتفضل تجري وراها ومعاها جريفن لحد ما بيشوفوها بتلعب مع أطفال كتير في ملكية الفندق محدش فيهم بيبقى فاهم حاجة لحد ما بيبصوا على شكل الفندق الفندق شغال ومفتوح وكأنه ما كانش معجور قبل كده مستحيل طبعا يكون بين قدر يعمل التطورات دي في وقته قليل وما حصل كل الكلام ده إزاي الصدمة هنا أن جريفن بيتصدم لما يشوف أن أبوه بين وهو قدامه صغير واقف مع جده طب إزاي برضو الطفلين بيكونوا مصدومين وجريفن عايز يجعل القابو من تاني وهنا بتقترح هاربر فكرة مجنونة جدا وبتقول له إحنا شكلنا كده لما دخلنا البوابة دي رجعنا بالزمن بطريقة ما في الوقت ده جيسي أم هاربر وابنها توفر بيوصلوا للفندق علشان جيسي تتصل على بنتها ومش بترد عليها وبتقابل سارة وبتسألها عن هاربر لأنها قلانة جدا وبتتصدم جيسي لما تعرف أنهم بيخططوا يفتحوا الفندق من تاني حتى وايت وزوية وبينزلوا مرعبين وبيقولوا أن شبح سافانة في الدور اللي فوق أما بقى جريفن وهاربر فبيكونوا عايزين يتأكدوا من موضوع أنهم في زمن تاني وبيتفاجق جريفن لما بيعرف أن أبوه بين كان مرح وبيعمل مقالب وهو صغير لكن بيطلع يجري فورا لما يشوف الحراس بيتهموه أن هو اللي عمل المقلب وهنا بيجي أبو بين اللي بيبنى أن هو صارم جدا وقاسي في التعامل مع بين مش بيحب المقالب ولا الكلام ده أبدا في حين أن جريفن وهاربر بيرجعوا للقابل من تاني وبيعدوا البوابة وهما مصدومين من اللي شافوا ده كله وبيبقى جريفن مستغرب إزاي أبوه اللي مش بيدحك ده وكئيب كان مرح زمان كده وبيعمل المقالب دي ولما بيطلعوا من القابل ويشوفهم بين اللي بيبنى عليه أنه هو متضايق لأنه مش عايز أي حد ينزل للقابل أبدا أول ما جيسي بتشوف هاربر بتجري عليها على طول لأنها كانت خايفة عليها ولما بيحاول بين يسلم على جيسي ويعرفها بنفسه بتقوله أنا عارفة أنت مين كويس وبتاخد عيالها وبتمشي من غير ما تسلم عليه وبتزعق جيسي مع أطفالها وبتطلب منهم يبعدوا عن الفندق ده لأنه ملعون وحاجات وحشة كتير حصلت فيه وفي اليوم الثاني لما بيروح كريفين المدرسة بيعرف هاربر أنه هو دفن حاجة من الماضي في حفرة ولقاه موجودة في مكانها النهاردة وده معناه أنهم سافروا للماضي فعلا لكن هاربر بيتفاجئ أنه أمها مش عايزاها تمشي معاه ولا حتى تروح الفندق تاني أبدا في نفس الوقت بين بيقرر أنه هو يروح للجيسي الكافيه بتاعها وبتعامله وحش جدا وبتسأله على طول أنت جيت ليه بتأكيد له كمان أن محدش عايز يشوف الفندق ده مفتوح تاني وبيبان أنهم كانوا بيعرفوا بعض زمان وحصل بينهم خلاف حتى هاربر بتلاحظ أنه هو واقف مع أمها بس مش بتسمعهم وعلى العاشر بيلاحظ بين أن جريفين عقله متشوش خالص كده وكان بيتكلم مع هاربر في المدرسة وقت الحصة وأول ما زوي بتتكلم عن الموضوع بتاع سفانة بيتعصب بين جامد على غير العادة فجابتها عن نجفة قدامهم والكل بيترعب بس بين بيحاول يحتوي المواقف ويقوم يصلحها على طول وبالليل هاربر بتقرر أنها تخد المغامرة مع بينه وبتروح للفندق من غير ما أي حد يحس علشان يرجعوا للماضي ويعرفوا إيه اللي حصل لسفانة بالزبط وبيجهزوا نفسهم كمان المرادة بلبسي ناسب الزمن اللي هم رايحلوا اللي هو 1990 وفعليا بيعدوا من البوابة لكن بيلو سفانة بتصرخ قدامهم بشكل قوي جامد لكن بيكتشفوا أن بين أبو جريفن هو اللي كان بيحاول يخوفها ويهزر معاها فبيظهر جريفن وهاربر قدامهم وبيأكدوا لهم أنهم هنا مع عائلتهم برضو في الفندق وبيعرفوا أن سفانة وبين بيتقابلهم اللي اتنين عند الينابيع وبيرموا فيها قهوة من علبة معينة كده علشان يعملوا مقالب في الناس مش أكتر وبيستغرب جريفن بعد ما بيمشي لأن أبوه أكيد له أنه ما كانش يعرف سفانة أصلا وطلع أنه هو عارفها وبيعملوا مقالب سوا وبيرجعوا بعدها من البوابة بعد ما فهموا أن حفلة المخيم اللي اختفت فيها سفانة زمان هتبقى بعد كام يوم في الماضي والمفروض بقى أنهم يرجعوا ويغيروا الأحداث دي علشان ينقصوا سفانة ويرجعوها للحياة من تاني لكن جريفن بيبقى عايز يكتشف أكتر عن أبوه وبين لأنه تفاجئ أنه مخيم بيعانه حاجات كتير ولما بتروح هاربر متأخر بتأكد على توفر أنه ما يقولش أي حاجة لأمهم على الموضوع علشان ما تزعقش معاها وبيبدأ جريفن يبحث أكتر عن سفانة علشان يفهم إيه اللي حصل لها زمان لكن المواضع كلها بتكون غمضة وبيسمع صوت خبطه فبيطلعوا يلاقي وايت والزوي لسه بيحاولوا يعملوا جلسة تحادير أرواح علشان يتواصلوا مع سفانة فبيلاقوا أبوهم بيكسر في حيطة معينة بعد ما لقى خريطة المكان الأديمة وتأكد أن فيه غرفة وراء الجدار ده وبالفعل بيطلع فيها غرفة سرية موجودة وفيها حاجات قديمة وأول ما فتحوها الكل حاس بالساعة فجأة كده وبيبقى في الغرفة دي كمال راديو متسجل عليه أغنية بصوت بنت صغيرة وأول ما بين بيسمع الأغنية بيشل الفيشة على طول وبيباني أنه هو يعرف مين اللي بيغني وبيتدهق جدا وبعدها بيرجع جريفن وهاربر للماضي وبيروح يتكلموا شوية مع سفانة وبيحاولوا يكونوا أصحاب وبيتجه جريفن ناحية بينها علشان يعرف عنه أكتر هو كمان وبيفهم جريفن أن جده كان دائما صارم مع بين وبيرخم عليه على طول أما سفانة فبتعرف هاربر أنه فيه ناس متبنيينها وما حدش هيفتقدها لو مشت للأبد وأول ما سفانة بتمشي بتظهر بنت كده بتسلم على هاربر وبتعرفها أن اسمها جيسي وبتتصدم هاربر أنه دي أمها وشكلها كده كان بتكراش على بين ومتدايقة من قربته لسفانة فبيقرر وقتها جريفن أنه هو يتكلم مع أمه عن أبوه يمكن تقدر تساعدهم وبالفعل بيقوم رايحلة عنده أمه ويقول لها أن أبوه كده بعليهم وكان يعرف سفانة زمان وكانوا في المعسكر مع بعض وكانوا أصدقاء كمان لكن طبعا صارة مش بتصدقوا لأنه هو مجرد طفله وبتأكد له أنه ما يعرفش أي حاجة أما هاربر فلما بتروح لأمها بتلاقيها متضايقة تاني لأنها راحت الفندق مع جريفن ولما بتحاول هاربر تفهم من أمها موضوع الفندق جيسي بتعمل نفسها مشغولة وبتسيبها وتمشي علشان تتهرب من الكلام كمان بتأكد لها أنها مراحلش معسكر التخيم اللي بتتكلم عليه أبدا ده وعلشان كده في الليل بتروح لجريفن وبيقرروا أنه هما يكملوا المهمة دي لواحدهم علشان يكتشفوا الحقيقة كلها وتاني يوم جريفن بيبقى طالع يقابل هاربر كالعادة وبيوقفوا أبوه علشان يصلح معه حاجة فبيلاقي جده اللي هو أبو بين وصل بالعربية بتاعته لكن بين ما بيبقاش مبسوط وعلى طول بيقوله إيه اللي جابك لكن أبوه بيقوله أنه هو للمفروض ما يبقاش هنا ولا حد من أسرته كمان ولما بيتأخر جريفن بتروح لهاربر علشان عاوزة تشوفه وبتتفاجئ بالأخوين وايت وزوي موجدين في القبو وبيدوروا على بطارية للكاميرا علشان يصوروا الشبح فبتقولهم أن توفر هو الوحيد اللي ممكن يساعدهم وبتمشيهم قبل ما يكتشفوا المغبأ السري اللي بيصفرهم عبر الزمن بعدها بيوصل جريفن وبيرجعوا للماضي من تاني لكن الغريب أنهم بيلاوا جيسي وقفة وبتزعق لسافانا علشان بتجر بن في المقالب اللي بتعملها كتير وهتخليه انطرد من المكان بس زافانا ما بتبقاش حابة أسلوب جيسي الصليت في الوقت ده وأنها عايزة كل حاجة تمشي على مزاجها هي وبس وبيتحرك جريفن علشان يشوف أبوه بيلاقيه قاعد بيتمرن على الجتار خصوصا أنه هو هيشارك في عرض المواهب اللي المخيم عامله وهيعزف لحن كده بس مشكلة بين أن أبوه هيجي مخصوص يشوف العرض وطلب منه يعزف مقطوعة موسيقية لحن قديم جامد كده وهو مش بيحبه فبيقرر جريفن أن هو يشارك معاه في صنع لحن عصري وأكيد هيعجب الناس كلها فعلا في نفس الوقت كانت هاربر راحت تتكلم مع جيسي وتحاول تفهم منها أي حاجة وبتتصدم لما بتقول لها جيسي أن العالم شكله كده هيبقى أفضل من غير المتمردين اللي زي سافانا ولما بيتجمع الطفلين من تاني اللي حصل لزافانا بعدها بيرجعوا لوقتنا الحالي وجريفن بيلاحظ توتر العلاقة الكبير بين أبوه وجده بس الصورة دلوقتي بقت واضحة جدا عنده شوية عشان الجد فعلا كان متسلط وصورم في التعامل مع ابنه بين وتاني يوم بيقرر الجد أن هو يمشي لأنه مش قادر يقنع بين يسيب المكان ويرجع لشغلانته في شيكاوجو من تاني فبيطلع جريفن يسأل جده عن اللي حصل في الفندق زمان بس الجد كان بيتكلم بعصبية وحظروا أن هو لازم يسيب الماضي مدفون زي ما هو في حين النواية وزوي راحوا ليتوفر علشان يجيب لهم بطارية للكاميرا وبيتصدم لما بيعرف أنهم عايزين يصلحوها علشان يصوروا بيها شبح سافانا أما صارفة بتقرر تروح لجيسي وبتطلب منها يخلوا عيالهم بعيد عن بعض تماما خصوصا أن اللي اتنين متفقين جدا في النقطة دي وطبعا لما الطفلين بيوصلهم الكلام ده بيأكدوا البعض أنهم هيحاولوا كل قوتهم يكملوا اللي هم بدأوه مهما كان ولما بيرجعوا تاني يوم للماضي بيبقى عرض المواهب اللي هيشارك فيه بين شغال وطبعا اللي بتقدم العرض هي جيسي لأنها المسؤولة فيه فبيقرر بين يعزف شوية من اللحن اللي هو عاملو مع جريفن والكل بيكون مبسوط جدا وبيتحرك معاه لكن أول ما بيشوف النظر على وشه أبوه بيقرر يعزف المقطوعة المملة الأديمة اللي طلبها منه والكل بيتدايق لدرجة أنه بيتم استبعاده نظريا من الفوز بعد الأداء ده ده كمان أبوه بيقف يشتمه ويهزقه بسبب الأداء اللي قدمه على المسرح وبيمشي بين وهو متدايق من أبوك العادة وآخر شخص في العرض كانت هي سافانا اللي بتقوم تغني الأغنية اللي سماعها جريفن في الراديو عندهم لما أبوه تدايق وشل فيه شفاكرين أداء الطفلة سافانا كان مبهر جامد والكل بيتفاعل معاها وبيتأكدوا أنها فعليا هتفوز على بين خلاص لكن المفاجأة أن جيسي بتطلع ورقة الكاسبان وبتقوله أنه هو بين الكل بيتفاجئ من القرار الغريب ده حتى بين نفسه وبيفهم جريفن وهاربر وقتها أن جيسي غشت علشان تكسب بين أو علشان ببساطة تأذي سافانا كامل معي علشان طرف الحقيقة الغمضة طبعا جريفن لما بيرجع وبيقابل أبوه وبيأكد أنه هو حاسس به وليه بينه وبين أبوه خلافات حتى وقتنا ده في حين أن هاربر كانت شك أنه أمها عملت حاجة لسافانا ده علشان شافت التعامل بتاعها في معسكر التخيم وبتحاول تستجوبها بطريقة أو بتانية لكن جيسي بتقلقها أكتر بالرضوب بتاعتها وده بيخلي هاربر تتصل على جريفن وبتحكيله أنها شكة في أمها بس هنا أمها بتدخل عليها وهي متضايقة لأنها عارفت بهربها من المدرسة وهتعقبها ونفس الكلام بيحصل مع جريفن وعلشان كده ما بيقدرش يروحه للماضي اللي في اللحظات دي سافانا ما كانتش عايزة تروح الحفلة الرقصة وأصلا اختفت من بعدها على طول لكن بين بيفضل يتحيل عليها وده ما بيعجبش جيسي وبتقول لها لازم تيجي الحفلة دي علشان هتبقى ليلة الزكرة وتاني يوم بتكون الزكرة السنوية لاختفاء الطفلة سافانا من 30 سنة ولما بين بيشوف الأخبار بيتضايق جدا وبيقفل التلفزيون على طول أما جريفن فكان متضايق لأن هاربر ممكن ما تعرفش تيجي معا النهاردة توفر علشان لو أخته حاول التهرب ولا حاجة يبقى يعرفها على طول وبتاخد بعدها وتمشي فبتطلع هاربر وبتقول له بص أنا هعمل معاك الصفقة الأحلى وبتدفع له فلوس أكتر من أمها عشان يداري عليها لحد ما يرجع في الآخر بينجحوهم الاتنين انهم يوصلوا للماضي من تاني وهما مستعجلين علشان يقدروا يرجعوا قبل ما أهليهم يلاحظوا الاختفاء وبيقارروا انهم يروحوا الحفلة وبيفضلوا مرقبين سافانا وجيسي بما انهم يعني شكين فيها بس الواد جريبن بيشغل دماغه كده وجاب معاه تابلة علي أخبار اختفاء سافانا وهيوريه لها علشان تصدقوا وما تروحش الحفلة دي من الأساس يعني فتفضل عايشة أما هاربر فتروحها عند جيسي وبتقنعها انها تروح معاها الحفلة رغم من جيسي بتبقى مقلقة منها لأنهم مش أصحاب واللي بيقلق هاربر أكتر لما بتمسك كيز غامض وبتقول لها أنا دايما بحتاجش ريك في الجريمة في الوقت ده توفر كان حاطت صوت شخير في السرير هاربر علشان أمه لما تدخل تفهم انها في البيت ونايمة في الوقت ده بيوصل جريفل لسافانا لكن بيتصدم ان التاب فاصل شحن وطبعا ما فيش أي شحن لسه للنوعية دي من الأجهزة في 1990 كده مش عارف يوريها الأخبار ومع انه زكي ومشغل اللاب بتاعه في البيت على عزف الجتار علشان أهله برضو يفهموا ان هو فوقه بيحاول يعزف المهم ان بين بيطلع وهما بيتكلموا وبتبقى سافانا مش عايزة تروح الحفلة لان جيسي هترخم عليها لكن بيفضل بين يزن عليها لحد ما بتوافق تروح شوية فبيعرض عليهم جريفل ان هما يخدوا معاهم لانه رقص رهيب وهيبهرهم برقصه وبتتفاجئ هاربر لما بتشوفه هو سافانا في الحفلة وبتفهم ما اللي حصل وبتأكد له ان جيسي أمها اكدها تعمل حاجة لسافانا ولازم ان هما يخدوا بالهم كويس وبيحاول جريفل يرقص علشان يوريهم لكن بيفشل فشل جامد بتفاجئ هاربر ان فيه شريط موسيقى معين عايزة ترقص عليه مع بين لكنها بتتصدم لما بتلاقي ان سافانا بتحب الاغنية دي وبتعرض على بين ان هما يرقصوا سوا عليها وده ولع الدنيا اكتر وباللاحظ ان حد بيبص على سافانا من بعيد كده ولكن مش بيظهر هو مين وبالليل بيتجمع الكل قدام النار وواحد من المسؤولين عن رحلة التخريم دي بيحكي عن قصة شبح البحيرة اللي الناس كلها بتخاف منه ولما بتخاف سافانا بتروح لجيسي ترخم عليها شوية وتقول لها ان ما فيش حاجة اسمها اشباح وبعد شوية بيتفاجئ جريفن وهاربر ان سافانا اختفت من قدامهم وبيفضلوا يدوروا عليها في كل مكان وهم خايفين يكون حصل لها حاجة في حين ان سافانا كانت في بيت الشجرة اللي بتحبه وقعدة مع بين فبتدخل عليهم جيسي برضو وبتتحدها تقضي الليلة في القبو بتاع الفندق اللي بيتقال عليه ملعون بالأشباح وطبعا بين بيقول دي فكرة سخيفة جدا مش مهمة لكن جيسي بتزود عليها وبتحاول تباوز علاقتها مع بين وبتأكد لها ان كل حاجة هي تكون احسن لو مشت بكل بساطة وبتروح جيسي الفندق وهي متعصبة وبتفكر ان هاربر هي اللي عملت فيها مقلب مع سافانا لما رأست مع بين قبلها بلحظات وبتقرر تسألهم عن اهليهم والمشرفة بتسمعها فبتقول لها جيسي ما تشوفينا اللي اتنين دول مين وهنا ليه احسن كل شوية بيسألونا اسئلة غريبة وكمان محدش شاف اهليهم اللي المفروض مقيمين في الفندق وفعليا بيتجهوا لغرفة المدير وبتبقى مشكلة كبيرة طبعا لكنهم بيقدروا يهربوا في اللحظة المناسبة ويرجعوا للزمن بتاعهم قبل ما المشكلة تكبر ويتحبسوا في الماضي واول ما بيرجعوا القابو بيلقوا وايت وزوية عاملين جلسة تحديل ارواحها على الدايق كده فبيخوفهم جريفن علشان يمشوا ويقدروا يطلعوا من غير ما حد يشوفهم بس للأسف جيسي في وقتنا الحالي دخلت غرفة هاربر وما قادرش توفر يمنعها واتصدمت طمع لما شافت جهاز الشخير وفهمت انها راحت للفندق مع جريفن تاني والنور بيكون قطع في المدينة كلها والاتنين دول بيشوفهم بين في الغابة وبيرجعهم البيت في اللحظة دي في الماضي قررت سيفانا تنزل من بيت الشجرة وتسيب بين نايم لكن في الحقيقة بيبقى صاحي وفهم هي عايزة تعمل ايه بالضبط سيفانا قررت تروح تقضي الليلة في القابو بتاع الفندق علشان تثبت لجيسي انها مش بتخاف من اي حاجة وطبعا اللي اتنين دول لما بيرجعوا بتقول لليدهم هتبقى صعبة شوية بسبب ان عالتهم عرفوا انهم اختفوا فجأة ومحدش كان عارف مكانهم ولما بيسألهم عن السبب هاربر بتكون مضطرة انها تجدب وتقول ان هي بيحبوا بعض وعشان كده كانوا بيتقابلوا في مكان لوحدهم فبتاخد جيسي بانتهى وبتمشي وصارى برضو بتزعق لجريفن وبتطلعوا قطوا لحد ما يطلعوا النهار ويفهموا ايه الحكاية وتاني يوم لما بتحاول جيسي تتكلم مع هاربر بتلاقيها بتصدها وده علشان جيسي مش صريحة معاها اساسا في موضوع المخيم فهنا بتقرر جيسي انها تعترف لها انها كانت في المخيم مع سفانا وبين فعلا لكن الموضوع ده بيفكرها بذكريات وحشة مش اكتر علشان كده مش حابة انها تتكلم في الموضوع ابدا ومع ان هاربر متعقبة الا انها بتيرشي توفر مرة تانية علشان يغطي عليها لحد ما تروح لجريفن وفعليا بتوصل للفندق واول ما جريفن بيشوفها بيختفي من جنب ابوه وبيتحرك معها لعند القابو بس اول ما بيرجعوا للماضي جيسي بتكتشف ان بنتها مشت وبتخمن انها هربت مع كريفن وعلشان كده بينه امراته بيقلقوا هم اللي اتنين علشان جيسي عاوز تبلغ الشرطة وفي الماضي بيقمر احين اللي اتنين دول يتكلم مع بينه يعرفوا منه ايه اللي حصل مع سفانا قبل ما تختفي لكنه بيأكد لهم انه ما يعرفش وفكرها رجعت للفندق وبيبدأ الكل يلاحظ اختفاء سفانا فعلا وماشيين يندهوا عليها في كل مكان طبعا اللي اتنين عارفين ان مهما دوروا مش هيلقوها لكن بوجود اللي اتنين في احتمال انهم فعليا يلاقوها المرة دي حية او ميتة الشرطة طبعا بتوصل لان الموضوع كبر والبنت اختفت تماما من الفندق والغابة كلها بس الشرطة لما بتلاحظ وجود الطفلين طبعا دول بيمسكوهم علشان يعرفوا مين دول خصوصا بعد ما هربوا قبل كده من مجموعة التخيم طبعا بين في الوقت الحالي كان الان جدا على ابنه خايف يتكرر معا مقساة فقدان سفانا من تاني اللي لسه الحاد دلوقتي متعافاش منها اما بين في الماضي كان الان اكتر علشان لقو حاجة مرمية في البحيرة وفكروها سفانا بس حتى بعد ما بيتأكد ان مش هي بيبنى على ملامح الحزن الشديد لدرجة ان جيسي نفسها بتسأله وليه مش مبسوط رغم انهم ملاقوش جسد سفانا وده معناه انه ممكن تبقى لسه عيشة لكن بين بياخد بعضه وبيجري وحتى في الوقت الحالي جيسي كانت بتسأل بين نفس السؤال وبتقوله انت تعرف حاجة عن موضوع سفانا ومخبية لكن للمرة التانية بيرفض ان هو يتكلم بحاجة وبتمشي جيسي وبنعرف ان زمان بين كان بيجري علشان يروح يدور عليها في القبو ولما بتروح ورا جيسي بتقلق ان هو فكر في كده بسبب كلامها طبعا مع سفانا وفعلا بين بيلوم جيسي على الموضوع بالكامل وده بيخلي جيسي تزعل جدا منه وبتاخد بعضها وتمشي مع انها هتزاريت له لانهم يعرفوش حياة اللي حصل ولما بيحاول بين يجري وراها بيتصدم بأبو اللي راجع من شغله مخصوص بعد معرف بفقدان الطفل وخاف على ابنه وهنا بيوقفوا بين ويقولوا ان كل اللي حصل ده كان بسببه وغلطته هو وجريفن وهاربر اللي كانوا في العربية بتاعت الشرطة وقتها سماعه اللي تقال وبدوا يخمنوا ان ده يعتبر اعتراف من بين انه سبب اختفاء سفانا الغامض طبعا الطفلين الموضوع بيكون معاقد بالنسبة لهم وبيفضلوا يتخنقوا يا ترى جيسي ولا بين مين فيهم السبب الحقيقي هنا بتقرر هاربر انها تضحك على الشرطة علشان يوديها للحمام ويقدر يهربوا لكنه بيسيب جريفن في العربية اما في الحاضر فكان الطفلين وايت وزوي بيبصوا على الغرفة اللي اكتشفها بين ورا الحيطة وبيتصدموا ان الراديو يشغل على اغنية سفانا رغم ان الفيشة متشالة فورا بيجروا هم اللي اتنين على سارة وبين وبيعرفوهم ان شبح سفانا موجود في الغرفة وبيشرحوا اللي حصل لكن بيحاول بين ان هو يلحق الموقف علشان ما يخافوش اكتر وفي الماضي بتنجح هاربر انها تهرب من الحمام وبتحرر جريفن اللي فورا بيبقى عاوز يروح وده لانه فيهم خلاص ان ابوه هو السبب في اختفاء سفانا لكن هاربر بتبقى شايفة ان امها برضو ممكن تكون متورطة ولازم دلوقتي ان هم يروحوا لها يتكلم معها الاول فعلا بيتجه ناحية غرفتها وبتبقى اصلا بتلم حاجتها وهتمشي من هنا خالص ولما بيتسألوا عن سفانا وبيتكلموا عن الموضوع بتاع الغيرة بتتدايق جيسي وبتعرفهم بموضوع القابو والتحادي السخيف اللي كان طلبته من سفانا وبالمفكر علشان كده ان هي السبب فبيغضوا منها الكلمتين وبيمشوا بالزوء قبل ما تطلب الامن يقبضوا عليهم تاني وطبعا اول ما بيطلعوا بيفهموا انها اكيد سفانا وهي في القابو اكتشفت مكان الغرفة السرية اللي بتنقل عبر الزمن وحاليا توفر بيعرف امه ان هاربر كل ما كانت تبقى متضايع وحزينة بتهرب لمكان قبر ابوهم طبعا من غير ما امها تعرف لانها دايما كانت بترفو تتكلم عن ابوهم اول اللي حصلوا جيسي لما بتعرف الكلام ده من توفر بتلم نفسها جدا عليه اما جريفن وهاربر فبيكونوا واصلوا للغرفة السرية الموجودة في 1990 خلاص وفي الوقت الحالي صار كانت خلاص جابت اخرها من بين وقالت له بقولك ايه انت لازم تعرفني الا حصلت زمان في حوار سفانا ده فبياخدهم بين للمكان اللي كانوا بيخيموا في زمان ومركز كل ذكريات بين بيأكد لها انه هو كذب عليها في حاجات كتير زمان وفي حقائق لازم تعرفها عنه وفي نفس الوقت اللي كان فيه هاربر وجريفن بيتصدموا ان في زمانهم الحالي الفندق ما كانش لسه تبنى اساسا بين كان بيحكي لمراته انه فعليا كان يعرف سفانا وكانوا اقرب اصدقاء لبعض وبيأكد لها كمان ان كان معهم في المعسكر اللي اختفت فيه سفانا وجيسي كانت برضو صاحبته هناك وطبعا صار بتسمع جيسي بتقول له اه انت بقى جاي هنا علشان تستعاد الايام الخوالي بقى بس قبل ما الطين عشته خالص الشرطي بيجي عشان يطلب منهم هدوم بتاع جريفن علشان يشممها للكلاب جريفن مستغرب من الزمن اللي هم رحلوا ده علشان المفروض انه هو شاف يفطى اول ما دخله بتقول انهم في سنة 1960 والمفروض الفندق اللي في زمنهم الاصلي مكتوب عليه انه هو تبنى سنة 1944 ازاي بقى مش موجود دلوقت وقتها بيظهر عامل في المكان بيحذرهم علشان يمشوا لان ما فيش اي حد هنا خالص وكمان في عصفة كبيرة جاية على المكان دلوقت بس قبل ما يمشوا هاربر بتلمح حد في الشباك وبتدخل البيت اللي قدامهم على طول وبالفعل بيلقوا سافانا موجودة وبتبعوا مفكرة ان بين كان بيعمل فيها مقلب مش اكتر ومستنيها طبعا هاربر بتفهمها اللي بيحصل وانهم دلوقتي في الماضي مش في خدعوا على اي حاجة وفعليا بتقتنع سافانا لما بتبص في كل حاجة حواليها وبتسمع من هاربر جملة ان رجوها معهم ده هيغير كل حاجة وفي الوقت الحالي بين بيروح لجيسي علشان ياخد هدوم لبنتها اللي عاودين يشمومها للكلاب وبترجع جيسي تفتح موضوع سافانا وان بين كان في حاجة مش مظبوطة مخبيها اما سارة فخلاص جابت اخرها وكلمت اختها تعرفها ان بين كان بيجدب عليها طول الفترة اللي فاتت وانها اول ما تلاقي جريفن هتاخد عيالها كلهم ويرجعوا شيكاجو لكن الصدمة اللي بجد لما بتلاقي سارة انكتبت على المراية كلمة استني وبتترعب في الماضي العاصفة كمان بدأت تشتغل وبيلحق هاربر وجريفن ينزلوا الحفرة لكن للاسف سافانا مش بتلحق وبتتقفل الحفرة بسبب شجرة واعت عليها من العاصفة وفي الوقت الحالي بين كان بيعتذر لجيسي ان هو لمها زمان على فقدان سافانا بس صارة بتتصل عليه وهي بتصرخ وبتطلب منه يرجع لهم الفندق فورا وكان الطفل جريفن بيحاول بكل قوته مع هاربر علشان يفتحوا الباب من تاني لكن بلا جذوة والشجرة خلاص مش هتتحرك فبتقرر هاربر انهم يرجعوا زمانهم الاصل عشرين عشرين ويدوروا عن معلومات للعاصفة اللي حصلت سنة 1960 يمكن يوصلوا لحاجة وقبل ما يمشوا من 1990 جيسي بتشوف امها وهي بتقابل شاب صماراني كده وبتفهم ان ده هو ابوهم في المستقبل وبتيجي رسالة على تليفون جيسي في الوقت الحالي من بنتها علشان الكل يتواجه للفندق وطبعا بيبقوا قلقانين جدا وعايزين يعرفوا هم كانوا فين كل ده وبيقلفوا المرة دي انهم كانوا وهيغربوا سوى فعليا بس جريفن العائل قادر يقنع هاربر انهم يرجعوا المهم جيسي بتقرر تصاحب بنتها وتحكي لها هيوتوفر عن ابوها وكل اللي هي عايزة تعرفه عنه بعد ما فهمت انها متعلقة بي وبتتأكد هاربر هنا ان هو كان الشاب اللي شافته بيشيل منها الشنط في الماضي فعلا وبالليل بيتخنق بن مع امراضه بسبب الاسرار اللي كان مخبيها عنها وبيسمعهم جريفن فبيضيق بين من طريقتها وبيقرر يسيب البيت ويمشي شوية وفي اليوم التاني بتروح هاربر لمدارسة تاريخة علشان تساعدها في موضوع البحث اللي هي عايزة تعمله واللي هو عن العاصفة الكبيرة اللي حصلت في 1960 في حين ان جريفن بيتصدم لما امر بتعرفوا انهم هيرجعوا شيكاجو من تاني خلاص واول مع ابوه يرجع من برا هيلم حاجتهم ويمشوا اما هاربر فبتفضل تدور وتقرأ عن اللي حصل لدرجة انها دخلت تبص على سنة 1962 كمان وفعليا بتتفاجئ بوجود صورة لسافانة في السنة دي وفي الفندق كمان ولما بتروح المدرسة بتتصدم ان جريفن مش موجود وبتتصل عليه توريه الصورة بتاعت سافانة وتعرفه انها فضلت عامين بعد العاصفة لما سابوها وبتبقى عايزة تروح دلوقتي علشان ترجعها ولكن بتتصدم لما تعرف ان جريفن هيرجع شيكاجو دلوقت طبعا بتتجنن وبتقوله ازاي دلوقتي لازم نلقى السافانة لكن ما فيش اي امل وبيقفل جريفن صار بتقلع على بينه وبتقارن انها تتصل على جيسي تسأل عنه وبتفهم جيسي الوضع اللي هو فيه دلوقتي وبتقول لها انه ممكن يبقى في مكان معين كان بيحبه زمان في الغابة وبتوصل هاربر للفندق علشان تشوف جريفن وبتتأكد انهم فعليا بيلوموا حاجتهم واصلا جريفن بيقول لها هو انت عاوزة نرجع لالف وتسعمائة وستين ونستنى بقى سنتين ولا اي يعني فبتقول له اكيد في طريقة نعدل بها التاريخ ده احنا مرة رجعنا تلاتين سنة والتانية رجعنا اربعين سنة يبقى اكيد في طريقة تانية تعال ندور وبتوصل صار لمكان الكوخ الخشب اللي قاعد عنده بينه وبتعتذر له عن الخناء بتاعتهم انها حقي بتحبه لكن هي مش عايزة يخبي عنها اي حاجة فبيقرر بين ان هو يحكي لها انه في يوم التخيم ده فضل في بيت الشجرة وسفن قررت تروح القبو اول منام علشان تنفذ التحدي بتعجيسي ليها لكن بين حس بيها فعلا وقرر ان هو يروح وراها للقابو وفعلا بين الطفل وصل لهناك وبيفضل معاها طول اليوم علشان يهون عليها وما تخافش بس اول ما سمع صوت غريب جدا خد ديله في سنانه وهرب على طول وتاني يوم فكر ان السفانة عملت نفس الكلام لكن بيتصدم ان هي اختفت للابد وعلشان كده بيم بيحس بالذنب كل يوم من وقتها لحد النهاردة ان هو كان جبان اما جريفن وهاربر فالي اتنين بيلفوا الراديو وبيلاقوا فيها ارقام بس بشكل غريب واول لما هاربر بتلمسها بتتحرك ولما بيطلع لهم رقم معين بيقراروا ان هم يروحوا الغرفة السرية لان فيها راديو زي ده بالظبط وبيحطوا الرقم اللي لقوه فبتتفعل حاجة معينة في الراديو علشان تفتح كده مكان خاص بالتاريخ اللي هم يحبوا يسافروا ليه وفعليا جريفن بيفهم انها ارقام رومانية وبيزبطوها على 1962 وفعلا بيحسوا ان في حاجة تغيرت وبنعرف من جيسي ان جوزها مات في حادثة على طريقة ناحية الفندق وده من اسباب كرهها الشديد للفندق يعني المهم ان للاتنين دول لما بيرجعوا للماضي بيتفاجوا ان العنصرية كانت لسه فق شدها وهاربر مش هينفع تدخل طبعا فبتتضايق هاربر من اللي بيحصل ده وبتبقى عايزة تمشي بس السفانة بتفاجعهم وبتظهر قدامهم وبتيجي ست كده تتكلم مع سفانة وبتقدمها ليهم على انها امها فبتستأذنها تمشي مع اصحابها شوية وبتبقى ترجع واللي اتنين بيقوا مستغربين من الموضوع سفانة بتفاهمهم ان بعد ما تحبست في 1960 قدرت تنجوا من العاصفة والسيتي دي تبنتها وعايش حياة جميلة جدا معاها بقالها سنتين وقررت انها تستقر هنا خلاص ولما بيحكي لها انهم جايين من المستقبل وان جريفن هو ابن بين صاحبها وهاربر بتكون هي بنت جيسي وبتتصدم جدا وبتفهم ان رجوعها ضروري لان ابوه بيلوم نفسه على اللي بيحصل لها كل يوم لحد النهاردة بس مش بيكون هو عارف ايه اللي حصل لها علشان يلوم نفسه للدرجات دي لكن سفانة بتأكد لهم انها حب المكان هنا وعندها عيلة دلوقتي فمش هينفع ترجع معاهم فبيحس جريفن ان سفانة عندها حق والمهم دلوقتي انها مبسوطة وخلاص بس لان بينها يلم كل حاجة ويرجع شيكاوجو بعلته بتقترح سفانة حل السحر هيغير كل حاجة واسناء ما كان بين بيلم الحاجة من البيت بيتجيله هاربر وتعرفه وإلحق جريفن واقع من على الشجرة فبيقوم مرخدها ورايحين بسرعة لعندي بيت الشجرة اللي كان بيقعد عنده هو سفانة زمان لكن المتغير المرادي ان بين بيتصدم لما يشوف علبة صفيح كانت معاهم في نفس اليوم بتاع المخيم زمان وبيفتحها ويلاء المفاجأة الأكبر جواب من سفانة بتوضح له كل حاجة بهدوء بيجمع أسرته وبيقرأ الجواب اللي مكتوب ان سفانة هربت هي كمان يوم القابل وسفرت علشان تكون عيله وحياة جديدة تماما وبتأكد لبين انه كان صديقها المفضل وانها مش بتلومه على أي حاجة حتى الهرب لأنها هي كمان هربت وبالفعل الأول مرة من سنين بين بتباني على وشه لابتسامة من تاني وجيسي هي كمان بتصلح علاقتها به وكل حاجة بتبقى تمام بعد الجواب السحري ده لكن هاربر رغم الانتصار اللي حققه سائلت أمها لما مشي سؤال مهم جدا هو أنا لو كان عندي القدرة أمنع الحادثة اللي حصلت لأبو يا زمان هل حياتنا هتختلف؟ جيسي بتقول لها بعفوية طبعا يا حبيبتي كل حاجة كانت هتختلف فبتبدأ هاربر تفكر انها تستخدم البوابة علشان تمنع أبوها من الموت بس بتتفاجئ من جريفن بالليل ان هو بيقول لها انهم لسه هيرجعوا برضو شيكاجو ولازم يدمروا البوابة دي للأبد علشان ما حدش يشوفها ولا يعمل مشاكل لكن اللي ما يعرفوش جريفن ان خلاص صاره رضيت عن أبوه بن وقررت انها تبدأ معاه حياة جديدة هنا في الفندو ومش هيرجعوا شيكاجو وتاني يوم لما بيعرف جريفن بيفرح خالص وبيحضن أبوه الكل كان مشغول بالخبر الجميل ومحدش شوف هاربر اللي قامت مزبطة تاريخ ونزلت للقبع علشان تسافر لألفين وحداشر ده علشان تلحق أبوها من الحادثة حتى جريفن كان مشغول لأن أبوه الأول مرة في حياته هيقعد يعزب جتار معاه لكن في الزمن الأصلي وهنا بقى الطفلين ويت وزوي بيتصدموا ان الكرسي الهزاز بيتحرك لواحده بطريقة مرعبة أما هاربر فقمت ريحة للطريق اللي حصلت علي الحادثة وفعليا أول ما شفت عربية أبوها المميزة فاضلت تشاور له لحد ما وقف لها فورا هاربر بتأم ألف قصة على أبوها إن عجلتها تكسرت ومحتاج أن هو يوصلها في طريقه وفعليا بيوافق الأب كريس وبيركبها معاه لكن على طول بتقوله بلاش تمشي من الطريق ده علشان فيه إصلاحات وبتاخده من طريق تاني علشان تمنع الحادثة وبيدردشهم اللي اتنين وبتعرف منه إنه مخطط يباع عربيته ويدفع أول دفع من ثمن الفندق اللي في المدينة ويفرح زوجته جيسي بيه بس لسه ما قلهاش وفاجأة العربية بتبقى خلاصها تغبطهم لكن هاربر بتحذره في آخر لحظة وبيدفدوها فعلا في الزمن الأصلي كان بين بيتكلم مع جريفن إنه هو حلم بين بارح وإنهم عازفوا ساوى كمان بس كان صغير طبعا ده تأثير السفر عبر الزمن والأحداث اللي بتتغير المهم إن هاربر اللي قررت تقعد مع أبوها في كافية علشان تعرف منه معلومات أكتر بيحكي لها فعلا كل حاجة عن حياته وبيأكد لها إن بنته هاربر الصغيرة دي فنانة ومبدعة جدا طبعا هاربر بتبقى فرحانة بالكلام بتاع أبوها عنها ونفسها ترجع بس علشان تشوفه في الوقت الحاضر وبيقرر كيريس فعلا إن هو يسيبها ويمشي لأنه هياخد أسرته بالكامل للبحارة النهاردة علشان يتفسحه ويعرف مراته بموضوع شراءه للفندق الغامض لكن أثناء رجوعها للبوابة بتلاقي جريفن وصلها بعد ما شاف التاريخ على الآلة وبيفهم منها اللي هي عملته وإنها منعت الحادثة اللي كان أبوها هيموت فيها وأكد هيكون عايش في زمانهم دلوقت وبتجري هاربر زي المجنونة على البيت وهي بتندح على أبوها لدرجة إن توفر بيسمعها وبيطلع يعرفها إن هو كمان بيفتكر وتواحش جدا وقتها بتتصدم وبتدخل غرفتها وتفضل تعايت على فشلها في تغيير اللي حصل لكنها بتشوف رسمات كتير لها جدا وما كانتش عملتها قبل كده وهنا بتبدأ تفتكر ذكريات ليها وبتفهم إنها وقعت في البحيرة وهي صغيرة وأبوها هو اللي أنقذها لكن مات هو للأسف فبتقرر تواجه أمها جيسي بحياة الموضوع وجيسي فعليا مش بتنكر وبتقول لها أنت واقعت في البحيرة وأبوك أنقذك لكن لما فوقتي ما كنتش فاكرة أي حاجة وقد كترة طلبوا مننا نقول إن هو حادث علشان ما تتقصريش فبتحكي لها هاربر إن أبوها كان هيشتري الفندق يوموتو بس ما لحقش يقول لها فبتستغرب جيسي كلامها لإن فعليا هي نفسها ما تعرفش المعلومة دي أصلا لكن بتحس إن هاربر بس تعبانة شوية ومحتاجها ترتاح في نفس الوقت وايت وزوي يخدوا الكورسي الهزاز وحطوه في غرفة جريفن علشان يستندوا لما يتحرك لوحده من تاني وبيسيبوا جريفن قاعد يرقبوا كده وبيطلعوا فبيتصدم جريفن لما بيشوف إن الكورسي فعليا بيتحرك ده كمان في أسر أخدام مبلولا بدأت تظهر وبيتحرك جريفن وراها علشان يفهم هتوصلوا لحد فين لحد ما تدخل القابل وبيلاقي هاربر موجودة فيه بتقدر تغير القدر اللي مكتوب بالشكل ده وبكده كده أبوها كان لازم يموت بطريقة أو بتانية وبتأكد لجريفن إنهم لازم يقفلوا البوابة دي فعلا وبتتفاجئ كمان من موضوع الأسار بتاعت الأخدام وبتقول إن أبوها مات في بحيرة بس بيتصدموا إن سفانة هي اللي وصلت من البوابة سفانة وقتها بتصدمهم إنها كانت عايشة في حالها والدنيا تمام لحد ما جات لها صورة بنته معينة والبنت دي بتكون نسخة طبق الأصل من هاربر لكن في سن أكبر وبتأكد لها إنها لقت الصورة دي في ظرف مختوم لما طلبت منها أمها تنظف الخزانة وبتقول سفانة إن بالشكل ده هاربر رجعت سنة 1930 ولبست اللبس ده وتصورت وثابته في مكان معين عشان هم يلقوه هاربر ما بتكونش فهمة إزاي وليه حتى لو كانت هي بتسافر في المستقبل لما تكبر يعني ومكملة في الموضوع ده ليه ترجع لـ 1930 وتسيب الدليل ده على سفارها فبيخمن جريفن إن الموضوع لها علاقة بإن عائلتها كانت هتشتري الفندق أو حاجة زي كده متصلة بحياتها يعني فبتقرر سفانة إنها تقطع الشك ده ويسافرهم التلاتة علشان يفهموا الموضوع بالضبط التلاتة لأول مرة بيروحوا الرحلة سوا في الماضي وبيبقوا لسه مش عارفين حقيقة الشبح اللي كان بتظهر أقدام ومبللة اللي كان بيمشي وراها جريفن وكمان سفانة لما تشوفوا الراديو اللي مكتوب فيه التواريخ بتتصدم وتسافر معهم على طول وبيلقوا بيت مكان الفندق وبيدخلوا يفتشوا فيه عن أي حاجة تفيدهم لحد ما هاربر بتشوف راجل قاعد على الكرسي الهزازي للفندق بين فوراً التلاتة بينزلوا يجروا بس أول ما بيفتحوا الباب علشان يطلعوا بيتفاجئوا بالصدمة الأكبر وهي هاربر البالغة بعد اللي حصل في الموسم الأول والطفل جريفن هو أبوه بين نقلوا للفندق الأديم المهجور ريمونت وجريفن بيقابل هاربر وهم اللي اتنين بيكتشفوا أنه موجودة بوابة للصفرة عبر الزمن في القابل بتاع الفندق المهجور والمسكون بالأجباح ولما عملوا الرحلة اللي شفتوها في الموسم اللي فات جات لهم واحدة من الماضي عن طريق البوابة واسمها سافانة بتوريهم صورة لوحدة شبه هاربر بالضبط موجودة في الماضي وعيش هناك فقررهم اللي اتنين أنهم يرجعوا مع سافانة يشوفوا البنت دي ويلوه بقى أن الفندق مكانش لسه تبنى وموجود مكانه بيت وبيدخلوا جوالبيت ده ويلوه راجل قاعدة على الكرسي الهزاز اللي بيتحرك لوحده في الفندق في زمانهم الأصلي فخافوا وطلعوا يجروا من البيت وبيتصدموا أن هاربر الكبيرة قدامهم ولما الراجل بينده عليها باسم ديزي كلهم بيطلعوا يجروا على طول من المكان قبل ما تنكشف حقيقتهم ويغبطوا في أخو ديزي الصغير اللي اسمه سام فبيطلع سام يجروا وراهم علشان يفهم حكايتهم إيه بالظبط لكن أول ما التلاتة بينزلوا من فتحة القابو وبتختفي وسام مش بيلاقي أي حاجة غير السلسلة بتاعة هاربر اللي وقعت منها طبعا جريفن مش بيكون فهم إلا حصل ده ولا إيه اللي شافوه ومن الراجل اللي موجود على الكرسي الهزاز ده ده أكيد هو الشبح اللي عمال يحرك الكرسي نفسه في الفندق في المستقبل ساعة هاربر بتقولهم إن ممكن دول يكونوا عائلتها بطريقة تمامة علشان عائلتها كانت في الأساس موجودة في مكان الفندق فبتقرر سافانا ترجع لزمانها اللي هو 1962 علشان تكمل حياتها الطبيعية وتسيب سنة 2020 وبتأكد لهم إنها هتدور ورا الموضوع ده ولو عرفت أي حاجة هتبلغهم بها على طول أما بالنسبة للتوقم وايت وزوي اللي اتنين لسه شغلين بالهم بموضوع الشبح اللي ساكن الفندق وعمال يحرك الكرسي الهزاز وبيروحوا لصورة وبين علشان يعرفوهم إن المراية دي الشبح ساكنها وبيتكلم معهم عن طريقها بس صار بتزعق وبتطلب من بين يشيل المراية دي خالص أو يتخلص منها فبيقرر بينه وابنه جريفن إنهم ينزلوها للقابو بما إن يعني محدش بينزل للقابو كده ما يعرفش طبعا إلا جريفن وهاربر بيعملوه المهم إن هاربر في الوقت ده بترجع لأمها جيسي وبتبدأ تسألها عن شجرة العيلة فبتقول لها جيسي فيه صندوق كده بتاع أبوكي كلام فيه كل حاجة تخص الماضي ودي أول ما تفتح الصندوق بتتصدم باللجوة فبتتصل على جريفن وبتعرفوا إن ديزي تبقى هي جدتها الأكبر واللي كان على الكرسي الهزاز ده بيكون هو أبو ديزي كمان بتوريه إنها لقت سلسلة زي بتاعتها بالضبط موجودة في الصندوق ده بقى معناها إن السلسلة بتاعتها اللي وقعت في الماضي لما كانوا هناك الطفل سام لقاها واحتفظ بيها وده يعني اللي خلها موجودة لحد دلوقت بس هنا جريفن بيصدمها بقى لما يوريها إن المرأة مكتوب عليها جملة مكتوب إرجع للماضي فبتجيله هاربر وهي لابسة ملابس مناسبة للماضي وبيعجب بيها جريفن على الآخر وبيسافرهم اللي اتنين بقى للماضي من تاني لسنة 1930 علشان يفهموا أكتر عن اللي بيحصل ده أما في زمن سافانا فبتنزل القابو وبتلاقي فيه شخص غريب بينزل وراها وبتخاف جامد وتفضل مستخابية لحد ما يطلع من القابو وتكون مفكرة إن هو ده شبح أما ديزي فبتبقى قاعدة كده مع أبوها وبتعرفوا إن الأطفال اللي شافتهم دول شكلهم غريب ومش متطمنة لهم بس أبوها بيطمنها وبيأكد لها إنهم ممكن يبقوا جايين يشوفوا اليانبيع اللي في المدينة ولما بيقوم الأب سام بيطلع السلسلة اللي كان لقاها وبيوريها لديزي علشان مفكر إنهم من الفضاء أما اللي اتنين دول فبيكونوا قاعدين بيرقبوهم من بعيد وشافوا اللي حصل ولما بيطلعوا يجروا بيتصدموا بست موجودة في الدور التاني وبتصرخوا فجأة بتختفي وبيتأكدوا إن دي هي الشبح اللي سكن الفندق بتاعهم تريمونت وهنا بقى بيفهموا إن هي اللي كانت بتحاول تخليهم يرجعوا للماضي هنا علشان يفهموا إيه اللي حصل لها وبيلاقوا قبر جنب المكان للست دي وبيفهموا إن اسمها جرايس وبتبقى أم ديزي وهي دي بقى شبح تريمونت اللي قالب الدنيا من سنين طويلة ومخلي الفندق عبارة عن مكان مرعب ومسكون ولما بيرجعوا لزمنهم في الفندق جريفن بيشوف أخواته وهما بيحكوا عن الشبح وإنهم يعني بدأوا يسمعوا أصوات غريبة وأسناء ما هاربر كانت خارجة بتشوف ورق الحائط عمال بيتقطع لوحده وقتها بتفهم إن جرايس الست اللي سكن المكان بتحاول إنها تتواصل معاها تاني يوم بقى لما بيصحى التوقع من النوم بيشوفوا ستة عجوزة قدام الباب وبيخمنوا إن دي هي الشبح وطبعا بيترعبوا على الآخر وبيجروا من الغرفة على غرفة الأب بين وبيخلوا يبص من الشباك علشان يشوف مين السيت دي لكن الغريب إن السيت اختفت تماما وطبعا الأب والأم بيفكروا إن الأطفال عمالين بيتخيلوا بس الحقيقة إن سارة هي كمان بدأت تحس إن في حاجة غلط في الفندق وكأن في حد عايزهم يطلعوا من هنا أما هاربر فبتصحى من النوم مفزوع على حلم غريب لمكان بيولع وبتجهز بعدها وبتسافر مع جريفن من تاني لألف وتسعمية وتلاتين علشان يعرفوا جرايس عايزة إيه منهم بالزبط لكن اللي ما كانوش عاملوا له حساب إن ديزي كانت موجودة وشافتهم وفي زمن سافانا شافت الراجل اللي شكله غريب من تاني وخافت وطلعت تجري على أمها تعرفها لكن الأم بتقول لها إن ده هو سام كهربائي بيصلح لهم شوية حاجات مش أكتر طيب هو سام ده أخو ديزي اللي من سنة ألف وتسعمية وتلاتين ولا إيه بالزبط ده كمان سام الطفل في الوقت ده كان بيحاول يصنع آلة معينة تبيقاته هاربر وجريفن وبيفتكروا إن هاربر هي أخت ديزي بسبب الشبه الكبير اللي بينهم فجريفن بيبدأ يتعرف عليه ويقوله إن هو جاره الجديد بس لما يراكزوا شوية مع اللي هو بيعملوا بيلهوا إنه بيحاول يصنع آلة للصفر عبر الزمن سام شكله كده هو اللي صنع الراديو اللي بيستخدموه جريفن وهاربر في الفندق كامل بقى معي عشان الدنيا هتكون حلوة هاربر بتاخد جريفن بعيده وتقوله إنها حاسة كده إن في حد بيرائبها وبيخمنه إنها ديزي وبيجروا على طول على المكان اللي بيسافروا منه وبيلقوه فعليا مفتوح فبينزلوا بسرعة وبالفعل بيلقوا ديزي موجودة في الفندق لكن قبل ما يقولوا لها أي حاجة بتدخل جيسي وبتفكرها هاربر بانتهى وبتطلب منها تيجي معها عشان يروحه وقتها هاربر بتطلب من ديزي تكون مكانها فترة قسيرة وجريفن بيقولها انت سافرتي للمستقبل يا ديزي طبعا ديزي مش فاهمة أي حاجة وبتروح تركب مع جيسي وخلاص زي ما قالولها أما هاربر فبتقول لجريفن دي فرصتنا إنها يعني تروح تعيش مكان ديزي كأنها هي بالزبط وتفهم إلا حصل وترجع من تاني بالفعل هاربر بترجع للزمن القديم وبتشوف سام اللي بيبقى حاسس إنه أخته فيها حاجة غريبة النهاردة وهاربر هنا بتفهم إن الكرسي الهزاز ده بتاع جرايس ودايما كان بتحب تقعد عليه علشان كده أبوهم تريمونت الحد دلوقت بيحب يقعد على نفسه الكرسي فتقوم داخل هاربر وتقعد مع تريمونت وبتفهم قد إيه هو كان بيحب جرايس ومفتقدها في حياتهم أما أخو هاربر الحقيقي اللي هو توفر في الحاضر يعني بيروح لعند الطاقة من اللي عايزين يستعينوا بخبروته في عالم الرعب عشان يفيدهم في موضوع الشبح وبنرجع للزمن اللي فيه سافانا من تاني اللي كانت عملة تروى الفندق وشافت إن سام طالع من الغرفة السرية اللي المفروض محدش يعرف عنها أي حاج غيرها فبتقرر تدخل الغرفة بعد ما هو بيمشي وبتلاقي صورة قديمة لسات لكن مش بتعرفها وفجأة الكهرباء بتفصل في المكان كله أما ديزي في الوقت ده كانت مستغربة كل حاجة حواليها وطبعا واحدة جات فجأة كده من سنة 1930 لسنة 2020 فبتقرر إنها تسمع كلام جيسي وخلاص وبتقوم تشوف الزبين في المطعم ولكن بتفشل فهنا بيوصل جريفن علشان ينقذها ويتطمن إذا كان في أي حد كشفها ولا لسه وبتتصدم ديزي لما بتعرف إن هاربر دي بتبقى بنت حفيدتها حتى لما بتدخل عليهم جيسي بيقرر جريفن يعزم نفسه عندهم النهار ده علشان ينقذ ديزي من أي حاجة مش عارفة تتعامل فيها في حين بقى إن التوقع ما قاعدين معهم توفر قدام المرايا في القبوة علشان يسألها هي من بالزبط فتقوم صار ندها عليهم علشان من نوع أي حد ينزل لمكانهم ده فبيسيبوا توفر لوحده وبيطلعوا هم وبالفعل أول ما بيطلعوا توفر بيلاقي إن المرايا عملة بتوضح له شكل المخبأ السري للسفر عبر الزمن توفر بيدخل المخبأ وبيشوف الراديو لكن مش فاهم ده بتاع إيه وفي الوقت اللي كانت هاربر بتجري ناحية المكان علشان ترجع زمانها من تاني توفر بيشيل الجوهرة اللي جوه الراديو وبيقفل بوابة السفر عبر الزمن من غير ما يقصل هاربر بتنصدم إن البوابة اختفت وشكلها كده انحابست في 1930 توفر بيخاف لما الكهرباء بتفصل في المكان وبياخد الجوهرة معه ويطلع يجري وهنا بيشوف جريفن وديزل لتنين نازلين القابو وطبعا جريفن بيتصدم لما يلاقي إن البوابة فيها مشكلة ولما بيلاحظ اختفاء الجوهرة كمان بتبقى الصدمة لأكبر وكده مش هيقدر يرجع ديزل للماضي ولا يجيب هاربر للحاضر جريفن مش فاهم مين اللي اكتشف المكان ده وبيخمن إنه ممكن يكون شبح تريمونت المهم إنه بيطلب من ديزل تفضل مكان هاربر لحد ما يحل المشكلة وبيديها هدوم تخص هاربر وبيفاهمها تتعامل إزاي على التليفون علشان لو حبت تتواصل معاه ولما بتشوف ديزل مراية بتقوله إنها مراية أمها فبيصدمها جريفن إنه أمها جريسي روحها موجودة في المراية دي وفعليا المراية بتطلع دخان فجأة من غير أي سبب فبتسألها ديزي عن مكان الجوهرة اللي كانت في الراديو وقتها بينكتب على المراية كلمة البيت وفورا جريفن بيفهم إنها تقصد بيت هاربر في الوقت الحالي أما سيفانا فكانت ماشية ورسام وعملت صوره بالكاميرا علشان تعرف هو مين بالزبط في حين إن هاربر مكانتش عارفة تتصرف إزاي لحد ما بتجي لها فكرة وبتمسك ورق أو ألم وتكتب جواب وبالنسبة لديزي فكانت قلقنة ومتوترة حاليا ومش عارفة تتعامل إزاي مع جيسي بالشكل طبيعي يعني لأنها مش عارفها أساسا حتى لما جيسي بتقول لها اعملي أنت لأكل علشان عندي شغل وهمشي بتتصدم ديزي لأنها ولا عارفة مايكروييف ولا غيره فجيسي بتقول لها ارتاح شوية علشان شكلك تعباله النهاردة فبتطلع ديزي تبلغ توفر بالكلام اللي أمهم قالته وبتطلب منه ينام فتوفر بيقول لها أنا مش عارف إزاي الستة أمنا دي بتعرف إن أنا مشغول من غير ما تشوفني ساعتها ديزي بعفوية بتقوله في ستات كتير عندنا في العيلة بيمتلكوا البصيرة وبيشوفوا حاجات لسه ما حصلتش والدليل على كده هي هاربر اللي في زمانها شافت نفس الرؤية بتاعت الحلم مرة تانية ما كان بيولع لكن بدون أي تفاصيل هنا بقى سافانا حطت صورة سام مع جواب وكانت عايزة تبعاته للمستقبل وده عن طريق فتحة في الخشب كلهم متفقين عليها وده هي يا صديق برضو اللي هاربر سابت فيها جواب بتطلب النجدة لإنها تحبست في 1930 ومن حصن حظها إن سافانا شافت الجواب وقررت تساعدها في الوقت ده جريفن لما كان في القابو شاف نفس الخشب بتتحرك فبيروح عشان يشوف فيها بالضبط وبيلاقي الجواب بتاع سافانا اللي فيه صورة سام وبتعرفوا إنها قلقانة من الراجل ده بعد ما شافته طالع من الغرفة السرية في الفندق بس قبل ما جريفن يفكر فأي حاجة دي زي بتتصل عليه وهي محتارة ومش عارفة تجاهز أكل لإن المعدات كلها بالنسبة لها غريبة جدا وأول مرة تشوفها فبيساعدها جريفن على طوله بيعرفها كل حاجة في المطبخ هاربر هي كمان كانت بتواجه نفس المشكلة لإن مفيش معدات تحضر بيها الأكل في الزمن القديم ده لدرجة إنها لما بتحتاج لبن بتروح بنفسها تحلب المعزة أما صار بقى فكانت لسه قلقانة من الفندق والشبح اللي فيه فبتروح تشرب قهوة عند جيسي وتحكي لها لكن كلهم بيطلعوا على صوت وقت اللي بيصرخ بيشوفوا الست العجوز مرة تانية وبينادوا عليها باسم الشبح بس جيسي بتلحقهم وتقولهم دي السيدة باركر وبتيجي المطعم هنا مرة في الأسبوع وبنلاحظ إن باركر مريضة وبيجي حد ياخدها ويمشي وفي 1930 كان الأب بيتكلم مع سام وبيعرفوا إن هو وأخته ديزي هيروح المدرسة قريب خلاص لكن سام بيعترض بيقوله أم المين اللي هياخد باله من المزرعة بتاعتنا لكن أبو بيقوله ما تقلقش لازم تركز في دراستك الأول وبعدين كل حاجة سهلة وفاجأ بيلو دخان كتير طالع من المطبخ وبتكون هاربر حرقة الأكل من غير ما تاخب بالها وبترجع هاربرت وشوف نفس الرؤية تاني بتاعت المكان اللي بيتحرق وبتكونها تتجنن مش فهمة إيه اللي بيحصل أما توفر فبيكون بيتفرج على أفلام رعبك العادة بس بيلاي الجوهرة بتاعت الراديو مطلع شعاع جامد قوي فبيفتح الشنطة عشان يفهم إيه في حين إن جريفين كان عملي يبص لصورة سام اللي بعثتها سافانا لحد ما بيلايه على قميسه اسم سام فبيتصل على طول على ديزي ويوريها صورة سام وبيتأكدوا إن هو أخوها فعلا بس بيكونوا مش فهمين هو ليه شغال عامل صيانة في 1962 هنا بيصدمها جريفين ويقول لها واضح إن أخوك هو اللي اخترع قلت الزمن والسبب في كل اللي احنا فيه حاليا أما سام الصغير فبيروح لهاربر على أساس إنها أخته وبيفكرها بالخطة اللي اتفقوا عليها سوا واللي هي إن سام يسافر عبر المجرات وديزي تفضل في المزرعة تعتيني بيها لأن ده حلمها فبتحكي لهاربر على الرؤية اللي شافتها النهاردة بتاعة الحريقة يمكن يساعدها وقتها بيصدمها سام ويقول لها إنها بتمتلك البصيرة زي ما كانت أمها والمفروض إن قدرة البصيرة دي ما تتنقلش للجيل إلا بعده على طول يعني ما تروحش من الأم للبنت يمكن للحفيدة بس طبعا علشان دي هاربر فالموضوع تمام بيعرفها سام كمان إن الرؤية دي بتبقى مخيفة وسيئة زي ما أمهم دايما كانت بتقول أما سافانا فبتروح القابل وبتبقى عايزة تسافر لهاربر وتنقذها من الماضي لكن فجأة بيدخل عليها سام وبيزعق عشان دخلت لهنا في حين إن توفر كان بيجري وسط عصفة عشان يرجع الجوهرة مكانها بسبب خوفه الكبير لكن بيسقط والجوهرة بتقع منه ومش بيقدر يلاقيها وبيخاف بقى جدا من اللي بيحصل حواليه وبيسيب الجوهرة ويجري الجوهرة دي بتقع في الينابيع الجافة بتاعة المدينة وبتبدأ تعمل مفعولها القوي في الوقت ده جريفن بيتواصل مع ديزي وبيطمن أنه هو هيتصرف ويرجعها بأي طريقة للماضي خصوصا إن ديزي لو ما رجعتش للزمن بتاعها وكملت مصارها في الزمن ده مش هتتجوز ولا تخلف في زمنها وبالتالي هاربر مش هتكون موجودة من الأساس في الحاضر وبالنسبة لسام فكلسة بيزعق مع سافانا ومش مديها أي فرصة تتكلم حتى لما بتحاول تعرفه إنها فعليا سفرت عبر الزمن بالآلة دي في الموسم اللي فات بس سام بينكر إن هو بيحاول يبني آلة سفرة عبر الزمن أساسا وبيطلب منها تمشي من المكان وفي اليوم اللي بعده بين كان معاه مشكلة كبيرة وهي إن كل العمال اللي بيحاول يجيبهم يشتغلوا ويعملوا إصلاحات في المكان مش بيوافقوا أول ما يعرفوا إن هو فندق تريمونت الملعون المسكون بس فجأة بيسمع هو مراته صوت من الحديقة وبيتصدم وإن اليانبيه حرفيا راجعت للحياة ويشتغلت من تاني وطبعا مش فاهمين حاجة ولا إزاي ده حصل بس المهم إن دي حاجة كويسة جدا للفندق والناس اللي هتبدأ تجي لهم من تاني عشان يكسبوا فلوس بقى ولما ديزي بتروح تصاحي توفر للمدرسة بتلاقي هدوم متوسخة وبتفهم إن هو طلع في العصفة مبارح وبتروح بعدها المدرسة وبتقابل جريفن اللي بيعرفها الصف بتاعها وبيطلب منها تتعامل كأنها هاربر بالزبط علشان محدش يشك في أي حاجة فبتحكي له عن موضوع توفر وإن شكله كده هو اللي سرق الجوهرة لإنه كان برى البيت في العصفة مبارح والسوء الحظ لديزي لما بتدخل الفصل بتلاقي المدرسة عاملة اختبار كده مفاجئ على المنهج أنا عايز بقى أقول لك يا صديقي ديزي ما كانتش مسدها أصلا إن حصلت حربة عالمية تانية فمتخيلها الجواب إزاي المهم إن صار في الوقت ده حسد بحدد داخل الفندق وطلعت واخدة صحفية وحب إنها تكتب عن الفندق والينابيع اللي راجعت للحياة من تاني بس علشان لسه ما خلصوش كل حاجة بيحددوا معاة تاني معاها تيجي فيه وهاربر في زمانها بتروح للينابيع وبتحط إيدها فيها علشان تشوف الرؤية مرة تانية والموضوع بينجح فعلا ولما بترجع البيت بتلاقي قاد المدينة جاي لأبو ديزي مرة تانية عشان يعرض عليه إن هو يشتري المزرعة منه بدل العيشة الكحيانة اللي عايشها ومع إن سام والأب نفسه معترضين إلا إن الأب بيبدأ يفكر لما القادي بيعرفه إن هو هياخد المزرعة ولكن هيسيب له البيت يعيش فيه زي ما هو أما بين في الحاضر بيتصدم إن أبوه قرر يجي له مرة تانية وبيبدأ كمان يسني على مجهوده ويشكر فيه يعني على المجهود اللي هو عمله في الفندق المهجور وبيقول له أنا قعدت مع نفسي ولقيت إن مأثر معك كتير قوي يا ابني عشان كده أنا جيت وهساعدك في كل اللي إنت محتاجه وهقعد معكم في الفندق كمان أمن مدرسة هاربر فبتستدعيها بعد الاختبار علشان ديزي حرفيا جاوبت على كل الأسئلة غلط وبيفضل جريفن واقف من بعيد برقب اللي بيحصل علشان لو الأمرة عقادة يتدخل وأثناء ما سام كان بيصلح حاجة في الفندق بتروح له زفنة مرة تانية وبتأكد له إنها صفرت عبر الزمن بالقلب تاعته فعلا وبتوريه جواب هاربر اللي كاتبة فيه إنها محبوسة في 1930 وبتحاول تبقى هي ديزي على قد ما تقدر علشان ما تتكشفش هنا سام بيفهم اللي حصل وبيصدق سفنة في كل حاجة بتحكيها أم هاربر فكانت بتحاول تتواصل مع جريس عن طريق المراية علشان تفهم السبب اللي جابتها هنا عشانه بس بيدخل عليها سام ويقول لها بشكل مباشر أنت مش أختي وتصرفاتك غريبة أنا عايزة فهم انت مين وعملت إيه في أختي ديزي أما بين فكان فرحاً قوي أن الينابيعي اشتغلت وعمل يبص عليها لحادي ما بيلاقي الجوهرة اللي وقعت من توفر وبياخدها بسبب شكلها الغريب والغامض بعدها بيكون سام لسه في حالة صدمة من كلام سفنة عن الصفرة عبر الزمن واللي عملته مع جريفن وهاربر بس بيصدمها ويقول لها رغم كل اللي قلته ده إلا إن اختراعي لسه مش شغل دلوقت فبتأكد له أنه قريب قوي هيقدر يكمل بناء الآلة وينقذه هاربر فبيتحمي السام اللي بيحس إن مشروعه له لازمة فعلاً وبيقرر ينزل القبو يجرب أما بين فبياخد الجوهرة وبيديها للتوقم ينشغلوا بيها شوية عن موضوع الشبح لكن بتوع منهم الجوهرة من أولها وبتتكسر جزء منها يعني وفي الوقت ده ديزي بتنجح أنها تفلت من المدرسة وتقول لها أنها كانت تعبنة جداً علشان كده جاوبت غلط مش هكتر وبتطلع تزعق مع جريفل لأنها خلاص ما بقتش قادرة تستحمل العيشة بتاعتهم دي وبتأكد له أنها دورت في بيت هاربر بالكامل وما لقيتش أي حاجة وأثناء ما كانت هاربر وسام الطفل ماشيين في الشارع بيوقفهم القادي وبيدي عقد الشراء بتاعت المزرعة لهاربر علشان تخنع أبوها أن يوقع وبتاخد هاربر الأوراق لما بتحس بنبر التهديد كده من القادي وبتأكد له أنها هتتكلم مع أبوها سام بيتعصب لأنه مبقاش عايز أبوهم يبيع المزرعة ولما بيسأل هاربر عن السبب بترفض تقوله فهو متضايق جداً ومش فهم أي حاجة من اللي بتحصل لأخته وأول ما بيمشي بتبدأ هاربر تشوف الرؤية مرة تانية وبتفهم أن القادي هيولع في البيت أما بينفة كان مبسوط جداً لأن أبوه قدر يجيب له مجموعة كبيرة من العمال علشان يساعدوه في إنهاء إصلاحات الفندق ويعملوا الافتتاح قريب وبيكون بقى فرحان أكتر لأن أبوه مهتم بالموضوع وبيفكر معه إزاي ينجح الفندق ويرجعه ويشتغل من تاني أما توفر لما بيدخل غرفته بيحس أن في حد موجود وبيشوفه وكمان بيشوف صورة مرعبة لكن بتطلع ديزي وبتخد توفر جداً في الوقت ده جريفن بيعرف من أبوه موضوع الجوهرة اللي لقاها في الينابيع وسلمها للتوقم يلعبوا بيها وبيجرى على طول جريفن ويسأل التوقم عنها بشكل مباشر فين الجوهرة؟ بس علشان هو مش عايز يقولهم الحقيقة مش بيرضي يده الجوهرة تحت أي ظرف فبيتصل على ديزي وبيعرفها أن الجوهرة مع أخواته ولكن الموضوع هيطول شوية عشان مخبينها وبيطلب منها تيجي أما هاربر بتقوم واخد العقد بتاع الأرض ورايحة بيلا عند أبوها ويكون موافق مبدئياً لأن القادي حط البند بتاعه أنه هو ياخد المزرعة بس هيسيب البيت لعيلة تريمونت لكن سام برضو بيبقى رافض ومتدايق فبيتقوم هاربر وتقوله أن أبوهم لو ما مضاش على الورقة دي مصيبة هتحصل لأنها شافت في الرؤية أن القادي بيحرق البيت بتاعهم علشان كده لازم أبوهم يوافق أنه يبيع في الوقت ده سفنة نزلت مع سام القابو عشان يحاولهم اللي اتنين يشغلوا الآلة وقتها بيحكي لها أن أمه ماتت زمالة أن ما كانش في علاج في وقتهم وكانت بتقعد في الينابيع دايما لأنها كانت بتحس بالراحة عشان كده سام قرر أن هو يصنع آلة صفر عبر الزمن يروح بهذا المستقبل يجيب العلاج لحالة أمه ويرجع الماضي علاجها ده عشان توضع العيشة وبيحط الجوهرة في الراديو وبيستعدوا للإطلاق بس بيحصل حمل زياد على الطاقة وده بيخلي المكان ضلم بعدها بيوصل القادي بيتريمونت وبيخليه واقع على العقد وبيخلصوا كل حاجة زي ما اتفقوا بالزبط وديزي وجريفن بيروحوا غرفة التوأم عشان يدوروا فيها لكن بيلقوا توفر قام بالواجب وقالة بالمكان كله ساعتها بيعرفهم أنه سرق الجوهرة وبعدين وقعت منه ومن وقتها حاسس بحاجات غريبة وعشان كده بيدور عن الجوهرة علشان يرجعها مكانها ويخلص وسام لسه بيحاول يصلح في الراديو مرة واثنين وبيفشر وساعتها بيحس بالأحباط بيتنازل عن المهمة وبيطلب من سافانة تفضل بعيدة عنه لأنه مش هيقدر يساعدها بس أول ما بيخرج الراديو طلع كان عطلا مش أكتر ويشتغل وقررت سافانة أنها تسافر 1930 عشان ترجع هاربر وفعليا بتوصل لها وهاربر بتحكي لها عن اللي بيحصل بس أول ما بيلهوة عربية جاي عليهم بتستخبى سافانة وبيتصدم لأب تريمونت أنها عربية ظابط وجاي يبلغوا أنه هو لازم يخلي المزرعة والبيت في 48 ساعة عشان القاضي يستلمهم تريمونت بيتصدم لما يلاقي أن العقود اللي المفروض مضى عليها اتزورت واتكتبت فيها أنه هيبيع البيت كمان وبالشكل ده القاضي نصب عليه حرفيا وأخفى العقد الحقيقي اللي كان بينهم في الوقت ده جريفن بيلاقي الجوهرة ويقوم نازلين هما الاتنين للقبوة علشان يرجعوا كل حاجة زي ما كانت لكن بيتصدم أن الجوهرة بقى فيها كسر بسيط بعد مهائعة من التوأم وهنا سام بيتعصب من أبوه وبيكون عايز يتقاتل مع القاضي لأنه دحك عليهم لكن الأب بيكون خايف عليهم وبيأكل لسام أنه هو هيختار مصلحتهم وهيأخدهم يومشوا من المكان علشان هما مش قاد القاضي فبتتكلم هاربر مع سافانا وبيفهموا أن جريس أكيد بعتتها هنا علشان تصلح الموضوع وهنا بتلاقي سام طالع متعصب وعمال بيتوعد للقاضي بتقرر أنه هي تروح وراه عشان ما يتهورش وفي الوقت ده سام الكبير رمى الكتاب اللي كان بيخطط فيه لكل حاجة عن مشروعه بعد محس بضحبات الشديد وهنا جريفن بيتصدم أن ديزي بتفكر ما ترجعش قبل ما تحل موضوع أمه جريس فبيطمنها أنه هو هيعمل كل حاجة علشان يخلي جريس مرتاحة وبينزلوا القبوة علشان يسفروا عبر الزمن وبالفعل بيحطوا الجوهرة ولكن بسبب الكسر اللي فيها بتفصل بعد ما بتشتغل والبوابة مش رادية تفتح فبيحس جريفن بالخوف على ديزي وبيفضل يخبط في البوابة لكن من غير فايدة أما بين واسرته فبيتصدموا أن في حريق بيحصل في الفندو ومحدش عارف مصدره الكل بيكون الآن لما بيكتشفوا أن جريفن مفقود فبيدخل بينه يلاقيه هو وديزي اللي اتنين موجودين تحت وياخدهم على طول برا الفندو لحد ما يحل المشكلة وبتوصل المطافي وبيتصدم الرجل أول ما بيدخل الغرفة اللي بتبقى برت جدا على غير العادة الغرفة دي بالتحديد هي الغرفة 205 الملعونة أما هاربر فبتوصل لسام اللي بيقول لها أنا لازم أكلم القاضي ده وأعرف أنه كذب علينا إزاي وليه مش قد كلمته وأثناء ما كانوا واقفين بيوصل القاضي فبيجري عليه سام ويواجهه باللي هو وعمله معاهم لكن القاضي ما بيبقاش مهتم طبعا وبتيجى هاربر تخضع علشان يمشوا من هنا قبل ما تحصل مشاكل أما سفانا فبتفضل ورا القاضي لحد مكتبه وبتشوف أن العقد الحقيقي اللي مضى عليه تريمونت لسه مع القاضي وحطه في المكتب فبتقم ريحل عن ضهاربر وبتعرفها أنهم يقدروا يسرقوا العقد الأصلي وليل بقى أبو بين بيبقى خلاص جاب أخره من الفندق الملعون ده بعد ما تحرق لوحده وبيقرر أنه هو هياخد بعضه ويمشي ونسى كل الكلام اللي كان بيقوله لابنه ووقتها بيدخل بين الفندق وهو متضايق جدا ومش عارف ليه كلما يقرب يعمل الافتتاح تحصل مشكلة غريبة وفاجأة بيقف ونص الفندق قدام أسرته وبيكلم الشبح وبيقوله احنا ناس كويسين وكل اللي احنا عايزينه أننا نفتح الفندق مش أكتر الغلط اللي عملناه بقى هنا علشان تمنعنا بين أخيرا سادة أن الفندق فيه حاجة غلط ومسكون لكن ما زال عازم أنه هو يفتح الفندق ومش هيستسلم مهما حصل وهنا الكهرباء بترجع للمكان فعليا لوحدها والكل بيفهم أن ده بسبب خطاب بين مع الشبح وبتقدر هاربر وسافانا أنهم يغضوا العقد الأصلي بس مش فاهمين المفروض يدهل مين لحد ما هاربر بتعمل خطأ وبتقول لسافانا احنا هنحط العقد ده في إيد أمينة للأبد وبتقم رحة ديزيل عند جريفن بعد ما تأكد أن الراديو هيشتغل لكن بيبقى لازم يروح يساعد أبوه فبيطلب من ديزي تستخدم البوابة وترجع هي للموديل وحدها وتخلي هاربر ترجع هي كمال هنا وبيلاحظ سام البالغ اختفاء سافانا فبينزل القبو يدور عليها وبيلاقي إن قالت الزمن شغالة بس بيقع من على السلم وبيفقد الوعي على طول وفي الوقت اللي هاربر وسافانا كانوا في طريقهم للبوابة بيلو قدامهم ديزي اللي بتشكرها هاربر على كل حاجة وبيقولوا البعض بسرعة اللي حصل في اليومين اللي فاتوا ولما سافانا بتاخد العقد تديه لديزي علشان تنقذ المزرعة بترفي ديزي وبتعرفهم إن كل حاجة لازم تمشي زي ما كان متخطط لها بالزبط وهي هتتصرف طبعا هاربر بتبقى شايفة إنهم لو غيروا أي حاجة أساسية في الماضي ده ممكن يغير المستقبل تماما وهيخطروا بحياتهم وفعليا ديزي مقتنعة بالموضوع خصوصا بعد ما هاربر بتوعدها تحل موضوع أمها جريس وبعدها بينزل جريفن القابل وبيفكر إن اللي قدامه ديزي وبيبانى عليه إن هو قلقان على هاربر جدا ولما بيكتشف إنها هاربر الفرحة مش بيكون سائعة سافانا بترجع لزمنها وبتعرف إن السام وقع من على السلم مدخل في غيبوبة وفي الوقت ده هاربر بتحكي لجريفن عن موضوع الفندق وإنه في الأساس تسرق من أجدادها أما السارة فبتروح توقف قدام المرايا وبتفضل تترجاها تسيب علتها في حالها وطبعا صار متأكدا إن المرايا دي بتبعت رسائل وبيتفاجوا اللي اتنين دول من اللي صار وقفة بتعمله وبتحكي هاربر عن موضوع الرؤية والقدرة اللي طلعت عندها ومتأكدا إنها شافت بيت بيت بيتحرق وجوها شخص ولكن مش عارفة هو مين وبعدها سافانا بتروح مع أمها عشان يزوره سام وبتقرب منه سافانا وبتأكده إنها نجحت في المهمة وأنقذت هاربر لأن الآلة بتاعته طلعت شغالة فعلا وبعد ما بتمشي بنكتشف إن سام كان صاحي وسامع كل كلامها أما هاربر وغريفن فبيكونوا بيراجعوا موضوع الفندق وملكيته الأصلية يعني لحد ما بيتأكدوا تماما من شكوكهم والوسيقى اللي مع هاربر كمان بتوقيع القاضي وجدها تريموند هتأكد لكل الناس إن عيلة هاربر هما ملك الفندق الحقيقيين بس بينه هو كمان تعب جدا لحد ما جاب الفندق ده وبيحاول إن هو يجدده والموضوع شائق جدا في الوقت ده بينكا بيحاول إن هو ياخد قاردة علشان يكمل إصلاحات الفندق ولكن بيفشل بسبب سمعة الفندق السيئة على الآخر إنه هو مسكون مليان بالأجباح سافانا لما بتروح المستشفى بتتفاجئ إن نسان مش موجود بس بتطمن لما بتعرف النفاق ومش الواحد من غير ما يعرف أي حد وبتخمن إن هو راح للقابو وفي نفس الوقت هاربر وجريفن بيروحوا الاتنين للفندق وجيسي بتبقى موجودة كمان فبياخدوها فرصة ويطلعوا العقد بتاع الفندق وبتقول هاربر إنها لقيته في الصندوق القديم بتاعهم ولأن بين شخص طيب بيبقى مستعد إن هو يضحي بالفندق لجيسي لكن جيسي الأصيلة بتعرض عليه إنها هتمول الفندق بالكامل وتديه القرد اللي هو عاوزه ويكونوا هما الاتنين شركة الكل طبعا بيعجبوا القرار ده خصوصا إن العلتين قريبين جدا من بعض لو فاكرين في الموسم الأول عرفنا إن جيسي وكمان بين اللي اتنين كانوا في الماضي معجبين ببعض المهم هاربر بتبقى حاسة إن جدتها جريز كده المفروض ترتاح وتخرج من الفندق بقى عشان يعني يراجع لصحابه الحقيقيين أما سفانة فبتنزل القابو وبتلاقي رسالة من سام إنه هو سافر لألفين أربعة وعشرين ثلاث أسابيع تضمر الراديو خالص وهاربر بقى وجريفن بينزلوا قدام المراية وبيبدوا يتكلموا معاها إنهم خلاص رجعوا الحق لاصحابه وعيلة رجعوا الفندق خلاص وهنا بتحصل المعجزة فعلا وبتنكسر المراية وبتطلع منها روح الجيدة جريز قدام الأطفال كلهم واللي بيفضلوا ماشيون وراها لحد ما بتوصل عند الينابيع وبتختيفي خالص وساعتها بقى الأطفال كلهم بيتأكدوا إن الشبح خلاص سبب الفندق بتاعهم مختفى للأبد وبيقارنوا إنهم مش هيحكوا لأهاليهم أي حاجة لأن كده كده مش هيصدقوهم وبيقعودوا اللي اتنين دول سوا بيكونوا مش عارفين إلا هيحصل للفترة الجاية لأنهم خلاص مش هيسافروا عبر الزمن تاني بعد ما خلصوا موضوع الشبح والأول مرة اللي اتنين بيبنى عليهم الحب والانجزاب لبعض لكن بنلاحظ إن جريفن بعد ما بيدخل الفندق الباب بيتفتح لوعده كأن حد دخل منه وبيروح الشبح ده هياخد مفتاح الغرفة ميتين وخمسة بالتحديد وبيدخل الغرفة وبيقفل على نفسه وأضح كده إن فيه موسم ثالث جاي في السكة بعدها في فترة بيكون خلاص الافتتاح بتاع الفندق جاهز أخيرا والكل في حالة استعداد والأتنين دول الجاو بيكون متوتر بينهم ومش عارفين يتكلموا إزاي مع بعض خصوصا إنهم بقى لهم كم أسبوع مش بيخروج العادة وده طبعا بسبب تطور العلاقة بتاعتهم من صداقة الحب وتوتر وكده انت فاهم بقى يا صديقي الدنيا يكون ماشية ازاي المهم إن صارة بنسمعها أخيرا بتقول لعميل بيتصل إن كل الغرف محجوزة من قبل ما يعملوا الافتتاح أساسا فبينزل بينه بيعرفها إن هو لقى مفتاح الغرفة ميتين وخمسة اللي كان ضيع كمان ورغم النصارة بتبقى رفضة إن أي حد يقعد في الغرفة دي إلا إنها بتوافق لما بتلاقي بينه مصمم وفي الوقت اللي هاربر وجريفن بيرتبوا في الشنط بيلوا السيدة باركر قدامهم وقبل ما تمشي بتمسك كده وبتقوله أوعى تطلع لقدام فبييجي المرافق بتاعها وياخدها لدار الرعاية بس بيحس جريفن إنها عارف حاجة عن موضوع الصفرة عبر الزمن وبيبدأ يتساءل عن هويتها في نفس الوقت سافانا كانت زعلانة جدا لأن التلات أسابيع دول فاتوا ولسه لحد دلوقتي سام ما ظهرش أما جيسي فبتتصدم إن في ريحة وحشة جدا في الينابيع ومش فهمة إيه اللي بيحصل قبل اللي افتتاح بشوية ده وبيروح جريفن وهاربر يزوروا السيدة باركر في المستشفى ومش قادرين إنهم ياخدوا منها أي معلومة مفيدة لكن لما بيجوا يمشوا بتنده عليهم باركر بالأسامي اللي استخدموها لما قابلوا سافانا الأول مرة وهنا بقى بيفهموا إن الست دي هي العجوزة سافانا كبرت يعني وعشت كل حياتها وخلاص بتنيها في زمنهم ده وبيلاحظ بين إنه توفر والتوقن بيعملوا مقالبة عند الغرفة ميتين وخمسة وده علشان يحاسسوا النزلاء اللي جايين إن الفندق فعليا مسكون ويكملوا في شعبيوتهم بعد خروج الشبح الحقيقي من الفندق العيال دي مخاهم تكلف والله المهم بنوصل لللاحظة المهمة الافتتاح بتاع الفندق وكل واحد بيوقف يقول كلمتين قدام الحضور عن الفندق العريق اللي من زمن قديم اللي بيتنقل بقى من جيل لجيل بفضل مجهودات بين كامبل الجبارة المهم إنه كل فرحان إن فندق تريمونت الأسطورية هيتفتح من تاني وبتتصدم زويا لما بتشوف سافانا معدية من قدامها سافانا إيه اللي جابها دلوقتي هنا وإزاي بيجروا لعنده توفر ويعرفوا اللي حصل لكن مش بيصدق بس جريفن بيسمعهم وبيروح لهاربر علشان يشوف إيه اللي حصل وإيه جاب سافانا دلوقت وخاطرت كده يعني ودخلت وسط الكل وهنا هاربر بتجيلها الرؤية مرة تانية بتاعت الحريق ولكن بشكل أوضح المرة دي وبتعرف إن اللي كان بيتحرق جوا المكان ده بيبقى هو جريفن على طول بتتصدم وبتعرف جريفن باللي شافته وبتعرفوا إن سافانا كان عندها حق كده لما حذرتهم من الصفر للمستقبل بس بتقطعهم سافانا اللي واصلت علشان تعرفهم بقصة سام وإنه طالما منها تضمر الراديو لو ما راجعش بعد ثلاث أسابيع ومش عارفة تعمل إيه دلوقت ساعتها جريفن بيطلب منها ترجع لزمانها لإن الجوهرة مكسورة ممكن تتعطر في أي وقت طبعا محدش بيقول لها إن هي بقت عجوزة حاليا وعيشة في ضر رعاية وبيدوها ماسكة علشان محدش يتعرف عليها ويقدر يطلعوها من هنا من غير محد يشوفها بس بين بيقابلها وهي خارجة وبيشبه عليها لإنها كانت صاحبوته طبعا ومعجب بيها لما كانوا صغيرين في الماضي في الموسم اللي فات وفاجأ الفندق بيبدأ يصرب مياه بشكل غريب واللي افتتاح كده عمل بيبوز واحدة واحدة وبتنزل هاربر مع سافانا للقابه لإنها مش لقيا جريفن وخايف عليه وبترمي سافانا القناع بتاعها قبل ما يدخلوا المغبأ وفي الوقت ده جيسي وصورة كانوا الاتنين الأمهات دول بيحاولوا بكل الطرق يسدوا التصارب اللي حاصل من الغرفة ميتين وخمسة وأول ما بيجوا يفتحوا الغرفة بيلو في حاجة غريبة عملها بتتحرك ورا الباب والكل بيترعب إزاي الباب بيتحرك بالشكل ده ده كمان بينزل منه سائل غريب محدش فاهم أي حاجة بن في الوقت ده كان في القاب وأعمال بيدور على أي حاجة يسدي بها التصارب فبيشوف الميرايا المتكسرة وبيقف يتأمل فيها وهنا بيشوف القناع بتاع سافانا وعن طريقه بيعرف المغبأ السري للسفر عبر الزمن وبتبقى سافانا وهاربر اللي اتنين جواهوا بيفهموا إن جريفن سافر لـ 2024 علشان يشوف سام بس المشكلة إن جواهرة كسرت نصين وخلاص ولا حد هيسافر ولا حد يرجع وبنشوف بقى جريفن قابل سام قدام الفندق اللي بتقلع فيه الغرفة 205 وقتها سام بيعرفه إن فيه كيان شرير وغامد سكن الغرفة دي وما طلعش منها لحد دلوقت أما سافانا فبتتصدم إن بين دخل عليهم وبيستخبع على طول وبيتصدم بين لما يشوف هاربر وبيبقى عايز يعرف إيه المكان ده وبيعمله إيه هنا بالضبط كمان لما يشوف سافانا قدام وهيتصرف إزاي جريفن كتا تحبس خلاص في 2024 ولا فيه أمل إن سام اللي في المستقبل يرجعه هو كمان من تاني كل ده بقى هنعرفه في الموسم الثالث والأخير اشترك في القناة شغل زر الجرس علشان تبقى كل حاجة زي الفول انت فول قل لي في الكومنتات واشترك في القناة بس سلام بنكمل أحداث المسلسل النهاردة مع بين اللي اكتشف مكان في القو فيه قالت الصفر عبر الزمن وبتبقى هاربر موجودة ومش عارفة تتصرف إزاي ولا تقول إيه بس بتشجع نفسها وبتقوله إحنا كنا بالليف في المكان واكتشفنا المغبأ السري ده مش أكتر طبعا سافانا بتبقى واقفة مرعوبة إن بين يشوفها ووقتها تحصل مشكلة كبيرة وأسئلة كتير ولما بين بيسأل هاربر عن ابن جريفن بتعرفوا إنها ما شافتوش بقالها شوية طبعا جريفن أصلا سافر للمستقبل وتحبس هناك في سنة 2024 في الموسم اللي فات المهم الموضوع بيعادي وبيطلع بين من غير ما يتكلم ولا يكتشف الموضوع بتاع سافانا والصفر عبر الزمن أما جريفن فبيكون في المستقبل واقف قدام الفندق وهو بيولع ومن دايق جامد فبيقول له سام مش هنقدر نعمل حاجة دلوقتي وما تخافش مفيش أي حد في الفندق جريفن بيستغرب وبيسأله أمال أهلي راحوا فين وفي الحاضر الكل بيسمع صراخ صورة وبيطلعوا فورا وبيلقوها وقع على الأرض مرعوبة صار حاسة أن فيه حاجة غلط وبدأت تشوف حاجات مش موجودة لكن الكل بيطمنها أن ما فيش أي أجباح ولا غيره هي بس أعصابها تعبانة شويها بسبب ضغط افتتاح الفندق بعدها بتتقابل سافانا مع هاربر وبيفكروا اللي اتنين في حل يرجعوا به جريفن للحاضر من تاني بعدما جوهرت قالت السفرة عبر الزمن تكسرت وبتقرر سافانا أنها تدور على جوهرة تانية تشغل بها الآلة وفي المستقبل جريفن بيروح مع سام علشان يشوفوا اللي حصل لعيلته فبيتفاجئ أن أخواته اللي اتنين باين عليهم الحزن الجامد وبيتكلموا عن حد مفقود ساعتها سام بيشرح لجريفن أن الغرفة 205 كان فيها شبح وهو اللي ضمر كل حاجة والعيلة بالكاملة تغيرت خالص للأبد أما سافانا فبتلاحز من كلام هاربر أن هي وجريفن دخلوا في قصة حب لكن متوطرين جدا علشان الموضوع الجديد عليهم وبنرجع للمستقبل تاني وجريفن بيشوف نسخوت المستقبلية ساب المدرسة وشغل مع أبوه في محل التصليح العربيات بس النهاردة بيكون حفلة رأس المدرسة بتاعت جريفن اللي انطرد منها وعايز يروح ساعتها بين بيرفض أن هو يروح لهناك لكن جريفن بيكون مصمم أن هو يروح ويقول له أنا هفضل أحاول أصلح الموضوع مها ما حصل الواضح كده أن جريفن عمل حاجة خطيرة جدا في المستقبل جريفن الأصلي بنفسه بيكون مستغرب ومش فاهم إيه اللي حصل بالزبط بس علشان سام مرضاش يقول له على اللي حصل بيقارن أن يروح للحفلة بنفسه ويشوف هاربر اللي أكيد ما تغيرتش زي البقيين وبالفعل بيروحوا على الحفلة بتاعت الرأسه ومجرد ما جريفن بيبص على هاربر بيفهم إن هي تغيرت خصوصا لما واحد بيسألها عن جريفن بتقوله ده بقى خارج حياتي للأبد جريفن بيتصدم من اللي بيسمعه وبيستني يشوف نسخوت المستقبلية اللي واصل هيعمل إيه لكن بمجرد دخوله المسؤول عن الحفلة بترفض أنه هو يكون موجود وسطهم علشان ديله الطلاب بس وبيبقى جريفن الأصلي عايز يروح يتكلم مع هاربر ويفهم إنها اللي حصل بس سام بيمنعه وبيطلب منه ما يدخلش في أمور المستقبل كتير علشان ما يبوص أي حاجة في تسلسل الزمن بس مع كل ده جريفن مش بيعلق باله ويروح يدخل للحفلة ولما بتعرف هاربر إن جريفن في الحفلة بتتدايق وبتفكر إن هو جاي بووزها أما في الوقت الحاضر فبين بيجيب سباك عشان يشوف التصرب اللي حصل في الغرفة 205 وبيتصدموا بقى لما بيلووا إن جوهرة تانية زي بتاعة قلت الزمن هي اللي كانت متسببة في التصرب وهاربر بقى بتحمد ربنا إنهم لقوا الجوهرة التانية دي وفي المستقبل هاربر بتروح لعند جريفن وبتفضل تهزأه وتقوله أنا مش عايزك تكون موجود في حياتي تاني أبدا فجريفن بيحاول يفهم يا بنت أنا عملت إيه عرفيني وهي عملت حزب عليه وخلاص لحد ما تقوله بها كان المفروض إن انت اللي تتأزى مش أخوية أما سفانا فبتدخل تستخبى في الغرفة 205 علشان ما حدش يشوفها لكن الظل الغريب بيظهر فجأة وبتتراعب طبعا ومش بتتحرك من مكانها بعدها جريفن بيبقى متضايق وعايز إن هو يفهم هو عمل إيه بالضبط لتوفر اللي هو أخو هاربر فبيقوم سام واخده المستشفى علشان يشوف توفر في الغرفة وداخل في غيبوبة بقاله فترة طويلة جامد جيسي قعدة جنبه كده وهي زعلانة جدا على ابنها ونفسها إن هو يقوم من تاني بالسلامة وأول ما بتشوف جريفن بتزعق له وبتأكد له إنه توفر اتقذب سببه وبنفهم بقى إن جريفن وقع توفر من عالسلم بالقصد وهاربر كانت واقفة وشافة اللي حصل علشان كده جيسي حقدة على جريفن جامد وبتطلب منه إن هو يطلع من المكان ويزور أمه الأول مش توفر فبيستغرب جريفن ويسأل سام ويقول له إيه اللي حصل لأمي فبيعرفه سام إن من سنتين صارت عرضت لانهيار تام بسبب إن فيه شبح في الغرفة مدين وخمسة وانفصلت عن الواقع عقلها بقى غايب منها ساعتها جريفن بيبقى عايز يرجع للزمن بتاعه علشان يصلح كل المشاكل اللي بتحصل دي وفي الوقت الحالي بيكونوا الأطفال وتوفر بيتكلمهم مع سارة وبيعرفوها إن الغرفة مدين وخمسة شكلها كده مسكونة وفيها شبح بتحصل فيها حاجات غريبة ورغم إن جيسي وبين مش مصدقين طبعا إلا إن سارة بيبانى عليها الألأ لأنها بالفعل حاسة إن الغرفة دي فيها حاجة مش طبيعية أما هاربر فبتجيله بقى رؤية كالعادة وبتتصدم لما بتشوف فيها إن جريفن بيرمي توفر من عالسلم وبتنجح سافانا إنها تسرق الجوهرة من السباك بعد ما بين قارر إن هو يسيبها لها فورا بيدخلوا المغبأ علشان يشغلوا قلت الزمن ويسافروا لجريفن علشان يرجعوه وبالفعل بيقابلوا وبينبسطوا إن هو لسه كويس رغم الخراب اللي باين عليه المستقبل بتاعهم وبيقارروا إنهم يرجعوا كلهم للزمن بتاع الحاضر ويكتشفوا بقى السر اللي موجود في الغرفة ميتون وخمسة بتاعتها وبيقارروا إنهم يتصرفوا بسرعة قبل ما الموضوع ده يحصل وتوفر يتعرض لأي قزة كمان أم جريفن هتتجنن ولازم يلحقها هي كمان وقتها جريفن بيقول لهم إحنا نضمر الشبح اللي موجود دلوقتي في الغرفة ميتون وخمسة علشان نحمل مستقبل بقى وبيطلبوا من سافانا إنها ترجع لعيلتها في الزمن بتاعها اللي هو 1962 فالماضي يعني علشان ما حالش يخاف عليها وبالرغم إن سافانا بتبقى عايزة إنها تكون موجودة معهم لحد ما يحل المشكلة إلا إن سام بيرفض وبيطلب منها تمشي وهو هيفضل موجود معهم يساعدهم وبعدها الأطفال بياخدوا بالهم من وجود سافانا وبينزلوا القبو وبيقارروا إنهم يستخدموا قلة السفر وبيدخلوا وراء سافانا بس دي بتشوفهم وقفين من بعيد وهم مفكرينها شبح طبعا وأثناء ما صارى كانت في غرفتها بتشوف الزل مرة تانية وبيحاول يقرب منها بتكون مرعوبة لكن بين بيدخل عليها والظل بيخطفي خالص وصارة بدأت مرحلة الانفصالة عن الواقع بدأت تتجنن بعدها جريفن وهاربر بيروحوا الحظيرة لسام اللي بيفكر هيعملوا إيه وبيبداوا يفكروا بقى سواء عن اللي حصل في الغرفة 205 علشان الشبح يسكنها كده ويدمر كمان الفندق كله فهاربر بتخمن وبتقولهم شكل كده حصل حاجة فضيعة في الغرفة دي يعني بس مش عارفين إمتى بالزبط أما وايت وزوي فبيكونوا واقفين مش عارفين هما فين وبيفكروا إنهم سافروا لعالم الموتى عشان شايفين سافانة قدامهم وكده طبعا هما ما يعرفوش موضوع السفر عبر الزمن لحد دلوقت وفي الوقت ده سام بيجيب دفاتر النزلاء اللي دخلوا الفندق عبر التاريخ عشان يشوف مين اللي سكن الغرفة 205 ويدوروا وراهم بس الغريب إن بعد ما الفندق فتح فضلت الغرفة دي سنين فاضية لحد ما في أواخر 1947 في الماضي جا شخصه قاعد فيها طبعا قرروا إن هما يرجعوا للزمن ده بالذات علشان يشوفوا مين اللي سكن الغرفة دي ويشوفوا يعني إلا حصل فسافانة بتروح للتوأم وتشرح لهم كل حاجة عن السفر عبر الزمن وحقيقة إن هي مش شبح ولا حاجة ولما بيرجع التوأم للزمن الأصل بيلوه القابم يستنيهم في الجنينة وبيشوف الفتحة لكن ما يعرفش دي بتاعت إيه في الوقت ده سام كان بيزبط جهاز السفر عبر الزمن لكن الكل فاجأ بيتوتر لما بيسمعوا صوت بين والوحيد اللي بيلحق يستخبه هو سام وبين بيجمع هاربر وجريفن والتوأم كمان علشان يفهم إيه بقى اللي بيحصل بالزبط خصوصا بعد ما اكتشف إن فيه أنفاق بتطلع على الجنينة وهي في الحقيقة بتطلع على الجنينة في زمن تاني وعصر تاني مختلف خالص المهم إن الكل بيقعد بين إن محدش فيهم هينزل للقبو ده تاني مهما حصل أما سفانا فبتنزل للقبو في زمنها بتاع الماضي وبتتفاجئ بسندوق مستخابي ومليان بالفلوس ومعه ورقة من جرنول كده قديم بتاريخ 1947 وفي الزمن الأصلي التوأم بيفضل يساوم جريفن بعد ما خلاص عرفه بقى موضوع السفر عبر الزمن ووايت عايز يرجع لعصر الديناصرات وحاجات غريبة كده لكن جريفن عنده من المشاكل ما يكفي وبيطلم إنهم محدش يتكلم في الموضوع ده تاني وبيلحظ التوأم التوتر على وش هاربر لأنها خايفة من المستقبل اللي تتحقق الرؤية بتاعتها في الوقت ده ده بين جاب جنزير كده وقرر إن هو يقفل فتحة القبو علشان ما حدش من الأطفال يحاول يدخل تاني وبيبقى سام شايفه وبيلحظ إن في حاجة في الأرض بتنور وأثناء ما سفانا أخذت الفلوس اللي لقيتها في الصندوق في الماضي يعني بتشوف إن الباب بتاع الحزيرة بيتفتح لوحده وبتقوم دخلة جوها علشان تفهم إيه الحكاية فجابا المكان كله بيبقى في حالة فوضى كده والفلوس بتقع من إيدها ولما تحاول تقرب منها بتحصل زي عاصفة والفلوس كلها بتطير في دوامة قدامها كده وهي مصدوعة من اللي بيحصل ومش لقي أي تفسير أما زويفها بتبقى مش مرتاحة لجريفن وهاربر وعايزة تفضل تدور وراهم علشان يفهموا إيه اللي بيحصل بالزبط ومش عايزين يخلوهم يعرفوا وجريفن وهاربر بيشوفوا بين وجيسي وهم بيقفلوا فتحة الجنينة اللي بتطلع من القابو في الوقت ده سافانة بتجهز نفسها عشان تروح لجريفن وتعرفوا بموضوع الفلوس وسنة 1947 لكن بتوصلوا ما بتقدرش إنها تخرج طبعا علشان بين خلاص قفل البوابة وفجأة هاربر واقفة كده بتجيلها رؤية مرة تانية بس لسارة أم جريفن وبتبقى شكلها غريب وكأنها تحولت لشبح في الوقت ده سارة بتبقى حالتها صعبة جدا وكل شوية بيحصل معها حاجات غريبة وسافانة بتفضل تخبط علشان تطلع لزمن لكن بتفشل وبيبقى التوقم وتوفر بيتمشوا قريب من الفتحة وبيتصدموا بقى بالسيدة باركر أو بمعنى أصح سافانة العجوزة وهي واقفة قدام الفتحة وبتصرخ علشان حد يفتح لسافانة الصغيرة وقتها الصغيرة بتقرر ترجع لوحدها لألف وتسعمائة سبعة واربعين علشان تفهم اللي حصل ومين اللي خب الفلوس دي هنا وبتاخد بالها ان القادي هو اللي كان قاعد في الغرفة ميتين وخمسة القادي ده اللي دحك على عائلة تريمونتو واخد منهم الفندق قبل كده في الماضي في الموسم اللي فات كان بيحاول ينصب عليهم المهم بين في الوقت ده بيقرر ان هو ياخد اسرته ويتفسحها شوية علشان يقلل الضغط عن سارة لكن الكل بيتصدموا لما يلوه ان سارة حاسة ان المية بتسخن فجأة لدرجة انها بتشوف حروق في رجلها لكن لما بتهدى شوية بتكتشف ان كل دي كانت تخيلات مش اكتر حتى بين لما بيمد يده في المية بيأكد لها انها مش سخنة ولا حاجة واسناء ما سافانا كان بتلف في الفندق بتتصدم بديزي قدامها ديزي بتكون هي جندة هاربر كبرت وقررت اشتغل عاملة في الفندق اللي تسرق من ابوها زمان فبتقول لها ديزي بعد ثلاث سنين من موت جوزي عرفت ان الفندق محتاج ناس تشتغل فيه فقررت ان هي قدم على الوظيفة علشان احس ان امي لسه معي وحوالي بس فجأة بتدخل بنت ديزي اللي اسمها روبي وبتبقى شغالة مع ديزي طبعا بترفض تخليها تتكلم مع سافانا وبتمشيها من الغرفة وبتطلب من سافانا نفسها تمشي ومترجعش ابدا هنا مهما حصل اما صارفها بتسمع بين وهو بيتكلم مع جيسي وبيقول لها صارة شكلها كده تجننت وعملة بتتخيل حاجات مش موجودة وانا مش عارف اعمل ايه وهنا سام بيكون مع جريفن وهاربر وبيعرفهم ان الحظيرة اللي هم فيها دلوقت دي كان محبوس فيها شبح بفضل ام سام وبيوريهم اثار غريبة كده على الباب بتدل على ان كان في حد هنا بيحاول يطلع بكل الطرق ومقدرش انه هو يطلع غير بعد موت جريس ام سام في الوقت ده صارة بتقررت تواجه بين بالحقيقة وبتقول له انا سمعتك وانت بتتكلم مع جيسي انت بقى مفكر ان انا بتخيل بس انا حسيت فعلا ان المياه سخنت وكأني هموت وفي الوقت اللي بيتخانقوا فيه بيلقوا هاربر وجريفن قدامهم ولكن بين بيرفض يعرفهم حاجة من اللي حصل وطبعا هم بيخامينوا ان الشبح بيحاول يوقع بين سارة وكمان بين علشان تبدأ المشاكل بس هنا بيوصل التوق ام توفر وبيعرفوهم ان توفر عرف موضوع السفر عبر الزمن علشان مش بيحبوا يخبوا عنه حاجة ومع ذلك جريفن وهاربر ما كانوش عايزين يعرفوهم اي حاجة من اللي حصلت في المستقبل علشان ما حدش فيهم يقلق واسناء ما ديزي كانت بتروى بنتها روبي بتسألها عن سافانا لكن ديزي بترفض تتكلم في الموضوع تماما وبتخلي روبي تشوف شغلها طبعا روبي بتكون فضلوية جدا وبتنزل تجري ورا سافانا عشان عاوزة تتكلم معاها بتقول لها انا سمعتك بتتكلم مع امي عن القاضي ووكر اللي سرق ارضنا في الماضي خلي بالك انا هجيب حقنا منه في يوم من الايام وبتأكد لها كمان انها هتنتقم منه لحد ما ترجع الارض لأصحابها من تاني فبتشجعها سافانا انها تعمل كده وبتاخد بعضها وتمشي اما سام فكان واقف بيتكلم مع جريفن وهاربر علشان يسرقوا المفتاح بتاع الفتحة من المكان اللي بين خباه فيه عشان عاوزين يسافروا في نفس الوقت التوقم وتوفر بيقارن انهم ينزلوا القب ويتصدموا اول ما بيلهوا سام قدامهم وبيفضلوا يصرخوا وسافانا بقى بتتصدم لما بيتلاقي جريفن وهاربر قدامها وبتعرفهم انها حاولوا توصل لهم ولكن من غير اي فايدة بسبب افل الفتحة وبتحكي لهم عن موضوع الفلوس وبتاكد لهم كمان ان الشبح في الغرفة 205 حاليا بيكون هو القادي ووكر اللي كان موجود في الماضي وبتعرفهم كمان ان هو بقى شر متجسد حرفيا وصعب طبعا السيطرة عليه اما سام فبيظهر للاطفال لانهم مفكرين شبح وكانوا خايفين منه جامد بس زوي هي الوحيدة اللي بتفهم ان سام مش شبح ولا اي حاجة من كده ده جاي من الفتحة يعني مسافر عبر الزمن هو كمان في الوقت ده جريفن وهاربر بيتجمعوا مع سافانا علشان توريهم الفلوس ووراقة الجريدة اللي كانت معاها وبتأكد لهم ان الفلوس دي كتير واكيد القادي هو اللي كان مخبيها بيجمعها بس فجأة وهم في الحظيرة بيحسوا ان في حاجة غريبة والمكان بدأ يتحرك لوحده وقتها بيخمنوا ان شبح القادي ووكر بيسمعهم وهو اللي بيعمل الحاجات الغريبة دي وبعد ما تأكدوا ان القادي هو الشبح في الحاضر بتاعهم حاليا بقى في مشكلة كبيرة علشان ده شرير ومش هيعرفوا ان هما يخلصوا منه زي ما عملوا مع جريس قبل كده في المواسم اللي فاتت الشبح وبيبدوا يفكروا ازاي الفلوس اللي لقيتها سافانا دي مرتبطة بالقادي وبتبقى خطة سافانا انها تتكلم مع روبي بنت ديزي يمكن تعرف منها معلومات اكتر وبالفعل بيقربوا من الفن وبيشوفوا مأمور المدينة وهو رايح يتكلم مع القادي فبيتحركوا وراهم عشان يسمعوا اللي بيقولوه لكن فاجع بيسمعوا صوت حد بيعطس وبيبقوا مستغربين الصوت ده جاي منين واول ما جريفن بيلاحظ انها روبي مستخابية تحت الترابيزة عشان تسمع القادي والمأمور برضو بيدخل فورا وينقذها ويعمل ان هو مصاب بمارض غريب جدا بيخليه يعتس على طول القادي ابو قلب كبير بيقولو تعالى يا ابني انا عندي علاج لك يا حبيبي وبيخضو معاه في الوقت ده بين كان جاب اخره من سارة وقرر ان هو عباد برى البيت النهاردة عشان يهدوا اعصابهم هما الاتنين بس بيواصل جيسي عليها لانها تعبنة اوي اليومين دول اما سارة فبتقرر انها تدخل الحزيرة وبتلاحظ ان الظل ظهر تاني وبدأ يتكلم معها باسوات كمان سارة كانتها تتجنن ودمغها تنفجر منها ومفكرة ان الموضوع ده موجود فعالها وبس مش حقيقي لاجنها بتفشل وبتصرخ بصوتها علي جامد اول ما الباب يتفتح ولكن مش بتلاقي حد ساعتها بيظهر سام اللي كان سامعا اللي حصل ودخل الحزيرة بيتحدى الظل الشرير بيقف قدامه سام بشجع كده وبيقوله ملكش دعوه بالعيلة دي وتعالى معي انا بس الظل بيتاريق عليه وبيقوم رميه على الارض هاربر فكانت واقفة كده بتتكلم مع روبي واللي اتنين طبعا متفقين مع بعض على فجرة التخلص من القادي ووكر بكل الطرق بس الغريب لما بتقول روبي انها تتخلص من القادي مرة واحدة للأبد جريفن بيكون وصل لديزي علشان تحط له العلاج اللي القادي قال له عليه بس ديزي بتبقى مدايقة جدا لانها شايفة ان جريفن بيخرب الزمن وما ينفعش كل شوية في زمن شكل كده وهنا بقى بيجي القادي وبيعامل ديزي باحتقار كالعادة وبيطلب من جريفن ياخد باله المرة جاية علشان ما يصابش بنفس المرض وبينزل بعدها القادي للقابه وبيحط الفلوس وورقة الجريدة اللي اكتشفتها سام في المستقبل في نفس الوقت اللي سافانا اصلا نزلت وراها والشافت اللي بيحصل وتأكدت بقى ان ده مصدر الفلوس فعليا ومع ان هاربر كانت محظرة روبي علشان ما تحطش نفسها في مشكلة مع القادي الا ان روبي بتكون خلاص هي عايزة ترجع الارض بتاعتها باي شكل ممكن من القادي الشرير وبتبقى سافانا وجريفن بتعرفهم بموضوع الفلوس روبي طبعا ما كانتش تعرف حاجة وتأكدت دلوقتي ان القادي بيعمل حاجة غلط وعايزة تفضحه وترجع الفندق ليها بعدها بيرجعوا التلاتة للحاضر وبيلوا ان نسان مستنياهم فبيعرفوا الحكاية كلها وان الشبح طلع بتاع القادي ووكر فبيطلب من سافانا تروح للزمن بتاعها تاني علشان امها اكد على انا عليها بسبب التأخير ده كله واسناء ما كانوا خارجين بعدها بيتكلموا عن اللي حصل في 2024 في المستقبل توفر والتوأم كانوا موجودين وسمعوهم طبعا قرروا ان هم ينزلوا للقاب وبسبب الفضول اللي عندهم ويسافروا هما للمستقبل علشان يعرفوا ايه المصيبة اللي حصلت بالزبط اللي دول مخبينها عنهم والحصن الحاضر سافانا بتكون لسه ما راجعتش زمانها وبتشوف اللي حصل فبتتحرك وراهم وتزعق لهم طبعا علشان ما ينفعش ان هما يسافروا بالشكل المتهور ده للمستقبل بس قبل ما يمشوا بيلوا هاربر طالع من بيتها وجيسي بتطلم منها ما تتأخرش طفر كمان بيطلع ويديها وردي ويقول لها قوليلو انه هو بحشن اوي جدا فبيقرروا كلهم انهم يروحوا ورا هاربر علشان يعرفوا ايه اللي حصل بالزبط ورايح المين بالوردي ده اما هاربر العبقرية فبتيبدأ تدور ورا القادي وبتعرف انه هو خضع كم واحد من رجال الاعمال علشان يستثمروا فلوسهم في مشروع واهمي لكن طلع القادي بعدها وقال انه كان ضحايا زيهم وما عنداش وقت كبير واختفى القادي في 1947 وبالتحديد بكرة في الماضي يعني في الوقت ده التوقم والباقيين واصلوا للمقابر ورا هاربر اللي فضلت وقفة قدام قبره وبتبكي وهي زعلنة جدا والكل في حال التساؤل لحد ما بتمشي وبيقربوا من القبر ويتصدموا انه هو باسم ايان كان اللي الاطفال دول عملوه فهم كده غيروا المستقبل لأسوأ طريقة ممكنة في الحاضر بقى نزل جريفن مع هاربر علشان ينزلوا ويرجعوا لسنة 47 ويفهموا ايه اللي حصل للقادي بوكر بالزبط طبعا خدوا بالهم ان الراديو شغل على 2024 المفروض انهم يعرفوا دلوقت ان في حد سافر للمستقبل ولكن مش بيعلقوا بالهم وبيفكروا ان سام كان بيعمل حاجة وخلاص المهم ان صارة في الوقت ده كانت في حالة من الرعب الشديد طبعا بسبب الاسوات اللي بتسمعها ولكن المرة دي الصوت بيوضح الصوت بيقول لها لازم تدفعي تمن اللي عملتيه صارة مش فهمة حاجة وبتفكر ان دي اوهام وبتتحدى لكن بتنصدم لما بتلاقيه قدر يحدفها بحاجة ومنتهى السهولة خالص كده ولما بيرجعوا الاتنين دول الماضي بياخدوا بالهم ان روبي طالعة من غرفة القادي بتجري فبيفتحوا الغرفة ويتصدموا لما يشوفوا ان القادي ووكر واقع على الارض وكمان ميت فورا بيخامنوا ان روبي هي اللي قتلته وجيسي بتدخل بقى كده على صارة بعد ما سامعت الصوت فبتصرحها صارة انها مش كويسة خالص وحاسة انها تتجنن وبنرجع الهاربر اللي بتقول لجريفن مش قلتلك اكيد حصلت مصيبة هنا اوه طلع القادي ووكر اتقتل في الغرفة 205 وعايز ينتقم اكيد من اللي قتله وبتحس هاربر بحد في الغرفة غيرهم لكن بتهدمش وبتتحرك مع جريفن علشان يتأكدوا ان روبي هي اللي قتلت القادي وبيتصدموا بالا ما بيلو ان روبي جرت على امها وهي منهارة من العياده وبتتأسف لها على اللي عملته هنا طبعا الاتنين بيخامنوا ان روبي فعليا قتلته اما الاطفال فبيرجعوا من المستقبل وهم خايفين بعد ما عاد موت جريفن ممكن يبقى في اي وقت قريب عادي ساعتها سفانة بتقولهم بس المستقبل اللي احنا شفناه كان غير كده وبتصروحهم ان توفر دخل في غيبوبة لكن لما راحوا دلوقتي لو ان جريفن مات وهنا جريفن نفسه بيطلع قدامهم هو هاربر وبيعرفوا اللي عمله كله في المستقبل طبعا جريفن بيتصدم اول ما يسمع ان هو هيموت في المستقبل القريب هاربر ساعتها بتفهم ان الشبح اللي هو بيحاول يسرع الامور لانه سماعهم وعايز يتخلص منهم وبالليل بيقرر الكل ان هو يباد في الفندق حتى جيسي وهاربر فبيصحق جريفن على صوت الشبح المرعب وقومه بتصرخ بقى وتقوله سيب ايز انت مسكها بقوة فبيستغرب جريفن وبيقوم يشغل النور ويعرفها ان هو اصلا ما مسكش ايدها وبتتأكد وقتها صار ان خلاص بقى دي مش تخيولات ده الموضوع حقيقي بجد وتاني يوم لما بيرجع بين بيعرفوه كل اللي حصل ساعتها سام وسافانا بيسمعوهم وهما بيتكلموا بعد ما قرروا انهم يبيعوا الفندق على طول وكمان يمشوا النزلاء طبعا علشان خايفين على اطفال قبل اي حاجة من الشبح الملعندة لدرجة انهم هيقفلوا النهاردة مش بكرة سافانا وقتها بتقول ان الشبح كده هيفوز عليهم لكن سام بيأكد لها انهم هيقاتلوا لحد اخر لحظة اما جريفن فبيكون مستهرب اذا كانت روبي هي اللي قتلته فبيطرد امه هو ليه ساعتها هاربر بتقوله احنا لازم نتأكد ان روبي فعليا هي اللي قتلته الاول لانها حرفيا ما اعترفتش بكده وعلشان يقطعوا الشك باليقين بيقرروا انهم يرجعوا من تاني لالف وتسعمائة سبعة واربعين بس سافانا جات صدمتهم ان العيلة هتقفل الفندق النهاردة خلاص في الوقت تابي ام ريح سام من الغرفة ميتين وخمسة وبيفضل ينده ويتكلم مع القاضي بس فجأة بيلاقي سارة قدامه وبتفكره نزيل رغم انها اول مرة تشوفه وقبل ما تقوله حاجة بتنشغل مع ناس تانيين وساعتها بيختفي تماما من قدامها تفر العبقري زي اخته هو كمان بيعرض على جريفن والبقيين انهم يروح الواحدة مش عوزة كده هو عارف مكانها عشان تيجي تتعامل مع الشبح وفعليا بيتحركوا لمكان كده بتفتح لهم فيه ستة عجوز اسمها روبي ايوة بالزبط شفت عينك بقى بتلمع ازاي وبتقول هي دي روبي بنت ديزي ولا ايه ايوة بالزبط هي دي وهنشوف بقى ايه اللي جابها هنا دلوقتي بس انت اكمل معايا وضغط لايك واشترك في القناة بيبدأ لاطفال يحكوا لروبي عن الشبح اللي موجود في الفندق وبيأكدونها ان هو شبح القاضي ووكر ساعتها بتنصدم روبي وبترفض تساعدهم على طول وبتطلب منهم ان هم يمشوا من المكان وبتاخد بالها من دابوس الشعر بتاع زوي اللي امها سارة كانت من دياهولها اما جريفن فلما وصل للماضي شاف ديزي بتاخد بالها من المأمور جاي فبتخلي بنتها تمشي على طول وديزي بتعمل نفسها متفاجأة كده لما المأمور يعرفها ان القاضي مختفي من مبارح ومش لقيينه فيتحركوا الاطفال التلاتة للحظيرة علشان روبي استخبت هناك فبيندعوا عليها ويقولولها تحكي لهم على اللي حصل وهنا بتقول لهم روبي انا كنت مجاهزة شوية كلام علشان اواجه بيهم القاضي وروحتول للغرفة قلتوله انت سرقت ارضنا وكمان بتسرق الفلوس بتاعت الناس وعارف انت خبتهم فين وبسزكت الاطفال بتقوله اعترف على نفسك يا امها فضحك ساعتها القاضي بيتحول عليها وقبل ما يقتلها بيلاقي زهرية نزلة على راسه كده جابط الارض على طول طب مين اللي ضرابطه بالمزهرية دي بتقولهم انها مراته السيدة ووكر وفاجأة وهما بيتكلموا بيحصل اعصار في الحظيرة فبيطلعوا بره بسرعة وساعتها بتشاور لهم روبي على السيدة ووكر المرات القاضي وبيتصدم جريفل لما يلاقي ان هي نسخة تبقى الاصل من امه صارة بعدها روبي العجوزة بتفتكر اللي حصل معها زمان وبتفتح البوم الصور وبتقول له امها انا عارف اني وعاتك مروحش للفندق ده تاني لكن دلوقتي ما فيش قدامي اي حل تاني وبنعرف ان ديزي قررت بعد مقتل القاضي تاخد بنتها وتسيب مدينة ينابيع الكابريت دي كلها وتمشي وبتعرف الاطفال انها كانت في الغرفة لما حصل اللي حصل والغريب ان المزهرية تحركت على ايد السيدة ووكر لوحدها فهمت وقتها ديزي انها ممكن تبقى امها جيسي هي اللي ساعدت روبي لما لقاتها في مشكلة اما جريفن فبيسمع المأمور بيتكلم في التليفون مع حد وبيعرفوا ان القاضي زمانه كده في كوبا زي ما كانوا متفاقين يعني ان هما يهروا بالفلوس لهناك وبتطلع ديزي للسيدة ووكر وبتبقى حجزت لها قطر لشيكاجو عشان تروح تعيش هناك بعد اللي حصل ده في الفندق ولما بيرجعوا الاطفال للفندق في الوقت الحاضر بيعرفوا من الاب بين ان هو خلاص بيبيع في الفندق وبيطلب منهم يدوروا على جريفن وهاربر علشان يخلصوا كل حاجة ويمشوا وبتتفاجئ سارة بالباب بيخبط وبتبقى روبي بعدما قرارت انها تيجي وتساعدهم في القضاء على الشبح بعدها جريفن مش بيكون فهم ازاي السيدة ووكر تبقى هي قريبة امه لما عملت شجرة العيلة قبل كده في المدرسة امه ما ذكرتش الست دي خالص وبيتجمع الكل بعدها في الفندق علشان يشوفوا روبي هتعمل ايه وبيتصدم جريفن وهاربر لما يعرفوا انها روبي بنت ديزي اما سفنفة بتروح لسام وبتعرفوا بموضوع روبي وبيتصدم هو كمان انها رجعت المدينة بعد السنين دي كلها وقتها روبي بتطلم من الاطفال كلهم يمشوا من الفندق نهائي اسناء محاولتها للتخلص من الشبح ورغم اعتراض الاطفال كلهم طبعا الا ان روبي بتصامم علشان تحميهم من اللي هيحصل ده فبيروح جريفن اللي صار الاول قبل ما يمشي علشان يعرف منها موضوع الست اللي شبهها دي وكمان علشان روبي كانت مهتمة بدبوس الشعر بتاعها لان السيدة كانت لابسة زمان لما شافها جريفن وقتها بتحكيله سارة انها كانت جدتها والدبوس ده ورسته منها لكنها ما كانتش عايشة معها في المدينة وثابتهم في سن صغير علشان كده ما كانتش بتيجي في بالها كتير ساعتها جريفن بيروح يعرف بقى الاطفال ومش بيكون راضي ان هو بيقعد ساكد كده كتير ويسيب يعني الناس الكبيرة هي اللي تطلع الشبح من المكان اما سن فبيقارن ان هو بيقعد علشان عنده حاجات كده يجربها في قلت الزمن علشان يعني يخليها تسافر في يوم محدد للماضي كمان يعني لو عاوز واسناء ما كان الاطفال قاعدين مع بعض هاربر بتجيلها رؤية مرة تانية وبتشوف سارة وهي بتصرخ وبتحاول تبعد عن الشبح اللي بيعجم عليها وطبعا الكل بيتأكد انها في مشكلة ولازم انهم يساعدوها في الوقت ده بتبقى سارة وبين وجيسي واقفين معروب اللي بتصروحهم بحقيقة ان جدة سارة كانت السبب في انهاء حياة القاضي في الغرفة 205 وبتقولهم ما تسألونيش عرفت ازاي بس هي دي الحقيقة اللي محدش ابدا يعرفها وبتفضل تصرخ على القاضي وقر علشان يظهر وبتتحداه وبتقوله ايامك في فندق تريمونت خلاص بقت قليلة جدا ومعدودة وهنا وفي حضور بلد المرة الاولى بيشوف الظل وبيسمعه وهو بيقول ده ان لسه ببدأ ما لحق تشعمل حاجة وبيبدأ الشبح يحدف عليهم حاجاته وبينجح انه يصب وساعتها سارة بتصرخ فبيمسكها الظل وبيرفعها لفوق لكن بطريقة ما روبي بتمسك مزهرية وبتضرب بها الظل وبتنجح انها تبعد عن سارة اللي فقدت الوعي وفجأة كده وشكل القاضي نجح انه هو ينال منها في النهاية الاطفال طبعا بيقرر انهم يروح على الفندق ويشوف الاسعاف وهي جاية تاخد سارة فبيدخل الفندق وسام بيقابلهم وبيطلم انهم يمشوا من هنا على طوله وبعدين يحكي لهم اللي حصل لكن الاقواب كلها بتتقفل فجأة وشكل الشبح حصرهم ولا ايه عاوز يحبسهم ساعتها المكان كله بيتهز والدنيا بقى بتتضمر في غرف تروبي اللي بتتوسله انه هو يخدها هي ويسيب الاطفال كلهم بس القاضي بيأكد لها ان حكمه على الاطفال هيكون نفس اللي حصل فيه وهو الموت والحياة في الظلام للأبد اما الاطفال فبينزلوا مع سامل القبو ويفكروا انهم يسافروا اي زمن تاني المهم ما يكونش فيه الشبح وبيطلم انهم يمشوا وهيفضل موجود علشان يقوم الشبح لحد ما يسافروا بس اول ما بيدخل علشان يشوف الغرفة بتتقفل عليه الواحد من غير الاطفال فبيطلم انهم يبضلوا في القبو وهو هيشوف طريقة يجيلهم بيه وما يطلعوش مهما حصل اما روبي فكانت واقفة عيد المحاضرة على القادي انه هو سرق ارضهم وارض اجدادهم وبتقولوا انت اتحكم عليك تسكن الظلام وخلاصه ومهما عملت مش هترتاح لكن القادي الشرير بحقد بيقولها على قال دلوقتي مش هبقى الواحد والاطفال لما بيشوفوا اللي بيحصل في الفندق بيقرروا انهم يوقفوا بشجعة ويتحدوا الشبح لحد ما الاصوات دي تهدى فعلا وبيطلعوا لعند الغرفة الملعونة 205 وبيلوروا بيه وقع على الارض كده ولما بيقومها بتقولهم ان الشبح عاوز يقتل الكل مش جريفن بس لازم يهراوا من هنا لكن في الوقت اللي بيحاولوا فيه يهربوا بيلوروا الظل بيتجسد قدامهم وظهر اخيرا القاضي قدامهم يعني وبيقولهم ان اموري كانت تمام جدا لحد ما امراتي قررت انها تخني وتقتلني علشان كده كلكم لازم تتعذبوا وحد يدفع التمن وهنا بمنتهى الشجاعة جريفن بيوافق قدامه في تحدي ويقول انه ما عندش اي حاجة خسارها ومش خايف منك ابدا فبيقرر الشبح ان هو يخنق هاربر وما تبقاش قادرة تتنفس وسام في الوقت ده بيقدر ان هو يطلع ويجي عشان يحاول ينقذ الاطفال والشبح بيتاريق عليه ولكن جريفن بيأكد له انه سام شجاع جدا وعنده ناس يحبوه وكمان بيحبوهم لكن انت ما عندكش اي حد بيحبك ولا هتلاقي اي حد يحبك اصلا جريفن الطفل بيدي القاضي محاكمة عمره بقي الاطفال لما بيحسوا ان القاضي بيتأثر بالكلام ده بيتشجعوا كلهم وبيتحدوا القاضي بقوة الحب وبرأة الاطفال الجميلة اللي لسه ما تلوستش ابدا فعليا القاضي هوكر بيتبخر حاجة في حاجة لحد ما يسرخوا عليها علشان يطلع من الفندق بتاعهم وما يرجعش الهنا ابدا وقتها بقى صارة كده يمعلم بتفوق في المستشفى وبتقولهم ان الشبح خلاص اختفى والاطفال كويسين جدا الاطفال فرحانين على الاخر وعملين بقى يحتفلوا بالانتصار الجامل بتاعهم اللي قدروا يعملوا على الشبح وبيطلعوا يشوفوا سام واقف كده قدام السماء في تأمل وهو فرحان فبتقولهم روبي ان الوقت جاء علشان سام مهمته تنتهي ويرجع للزمن بتاعه انت متعرفش ولا ايه؟ انه هو اصلا من الماضي بس الكل بيتصادموا لما يفهموا ان سام مش هيستخدم قلت الزمن وقتها بيقولهم وهو بيعايت انه امه وديزي مستنيينه فبتجري عليه سافانا وهي منهارة وبتودعوا الوداع الاخير لان بعدها سام بيتحول لنور قدامهم وبيطلع للسماء في مشهد جامد جدا كده ليهم وغسط زعل كبير منهم على فراغه وبيوصل بعدها الاب بين يطمن على اطفال ويشكره روبي اللي طلعت الشبح اخيرا ومش هيسيب الفندق خلاص ولما سافانا بترجع للماضي من تاني للزمن بتاعها سنة اتنين وستين بتتعرف على طفل جديد جاي المعسكر عندهم وبيبان كده ان هو بقى بينهم قصة حب كبيرة وهتعيش معهم للاخر اما هاربر وجريفن بيسافروا للمستقبل في الفين اربعة وعشرين عاوزين يبصوا بص كده على المستقبل يشوفوا هو الدنيا تمام ولا ايه وفعليا بيلووا جريفن وهاربر نسخة المستقبل فحفلت الرأس مع بعض وفرحانين واعترف البعض ان هما بيحبوا بعض فبيرجعوا من تاني الصغيرين للزمن بتاعهم ويقرروا بقى كده ان هما يدمروا قلت الزمن دي خالص ولكن مش واضح كده بيظهر طفل تاني جاي مسافر عبره الزمن بيقول لجريفن ما تكسرش الآلة بيأكد ان هو من المستقبل ولكن للأسف ده الموسم الاخير من المسلسل لحد دلوقت ولو نزل الموسم الرابع وعاوزين ان انا نلخصه لكم اشتركوا في القناة وشغلوا زر الجرس علشان تكون كل حاجة زي الفل انت فل قولي في الكومنتات وبس كده